نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب عظم كده يبترني على بركة الله معكم أحمد برشاند باستشاري مورد بشرية ومدرب بيشرقني أننا هكون المدرب بتاعكم لمدة الترث ساعات القيام وإن شاء الله يكون أقل من الترث ساعات عشان الناس اللي بتحبتنا البدري حبيب أبتدي السيشن أو المحاضرة بتاعاتنا النهاردة بسؤال مين هنا عنده هدف تعظيم ما شاء الله تمام ربنا يبارك يا ربي يعني غريبا كل الموجودين معنا عندهم أهداف طيب كويس جدا طب هو أنا ملاحظ حاجة بس إن العدد ما شاء الله بيزيد فهل إحنا في انتظار حد أستاذ ماريا محضرتك أكيد معنا لو إحنا في انتظار حد ممكن نستنى خمس دقائق ممكن نستنى عشر دقائق لحد ما نعرف ديك مال لو إحنا لسه في انتظار حد لو مش في انتظار حد ممكن نبتلي عطول ما فيهاش أي مشكلة طيب تحب حضريك ننتظر خمس دقائق كمان وليبتدي ولا حضريك شايف ايه؟ ما عنديش مشكلة بدا و ما عنديش مشكلة بدا دكتور اسمايل إحنا لسه ما لسه 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 بنقول اسم الله الرحمن الرحيم لا تقلقش وعليكم السلامة وبركاته خلاص أنا مع حضريك شايفة كده أنا مع عنديش مشكلة عظيم جدا خلاص أنا متفق مع حضريك ما فيهاش أدنى مشكلة بدا طيب خلينا نقول ما شاء الله يعني فيه أكتر من عشرة خمستاشر عشرين قال إن أنا عندي هدف أنا محتقل لحد كتب أنا يكتب لي ايه هدفه في الحياة؟ سؤال لكل حد موجود معي في الغرفة ايه هدف كل حد من حضراتكم في الحياة؟ واضح إن أستاذ أحمد أحمد ما عندوش صوت فحد من الدعم الباقي طبرة يا جماعة ممكن تعمل رفريش يا أحمد المتصفح اللي انت بتستخدمه أو شيء من هذا القبيل ودي بتكون الحلول يعني طيب إحنا عندنا أستاذ حنان قالت تميز أولادي ألا يستحق أن يكون هدف؟ يستحق طبعا أن يكون هدف أنا متفل معاك في ده أول حاجة إن كل حاجة عملها ترضي ربنا شكرا لك يا صورة خلص جدا أستاذ أليكزاندر بيقول بناء أسرة سعيدة وإسعاد اللي حوالي بعد رضا الله بحييك شكرا جزيلا تمام أحمد متولي بيقول دعا للرضا نفسي من رضا الله وانا أرجع للرضا نفسي من رضا الله وانشر العلم بين الناس شكرا لك يا حمد إيمان بتقول الإنجاز بس ما وضحك شارت وضحي إيمان الإنجاز في إيه بالزبط؟ دكتور اسمايل أنا مش عارف حضرتك ولد أو حضرتك بنت هدفي 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 في الحياة الأساسي إن أحقق طبعا 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 أنت خلاص تأكد من حضرك ولد أحقق سبب وجودي في الكون وهو على مرة الكون على قدر استطاعتي في محيتي شكرا لك ياسمين يكون لي بصمة في الحياة بس مش عارفة إزاي حققه عظيم كويس ياسمين عندها هدف وعرف الهدف بتاعها كويس بس مش عارفة إزاي تحققه إحنا هنا نرده إن شاء الله عشان بالمجرد نهارة النهارة بتاعاتنا تكون يتعلمتي إزاي تحققه إيه هدفك دي بإذن الله صورة بتقول هدفي إن أكون دكتورة في الجامعة عظيم مربنا يوفقك رب وكن دكتورة في الجامعة هبقى هدفي أربي أولادي تربية جيدة وحياة في وظفتي عظيم جدا إيه الحاجة على حضرتك حبات حقيقة في وظفتي بالزبط؟ أحمر محروس أكون حد مؤثر أغير حياة كتير الأفضل وأسعدهم بيكونوا سعدة والدعوة لدين الله بالحسنة عظيم شكرا لك يا أبو حميد طارق أن أعيش سعيد ربنا يوزوك السعادة يا طارق وده وجوانب عديدة والحمد لله مكتوبة ده دكتور إسمايل بتقول صار إني أكون نكحة في حياتي عظيم جدا والأبطان أحمد هدفي إني أعمل حاجة ما حدش عملها قبل وما تتعرفش من بعضي إلا بيا عظيم جدا بس إيه هي الحاجة؟ أنا هدفي تشعيماء سمير أنا هدفي إني أطور بلدي أم يوسف تكون مدربة تنمية البشرية نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله القناة ونفس القوانية على نفس السوق قريب مي أحصى على فرصة دعيدة لوظيفة إدارة الموالد البشرية عظيم مي أن تجريك ملعبي إدارة الموالد البشرية ربنا يا ربي رزيك الوظيفة لإنتمنيها محمد هريد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومي ما أنا هدفي إن يكتب اسمي إن يكتب التاريخ اسمي وأكلفه خير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يتكتب اسمك ويكون أحمد أحمود هدف أن يكون سعيد كلنا هدفنا إن إحنا نكون سعدائي المدرب الشريف الشنداوي من تعلم الآن من أجل الآخرين فهو عالم وثقق الرأي ولكن فيه إضافات إيمان عن أن أكون أخص أية نفسية بالشرق الأوسط لمساعدة الناس عظيم يا ربي إن شاء الله هبا وجودي كون فارق وما كمبتش طيب عظيم ديد شكرا لكل حد يشارك معنا وشكرا مرده كل حد ما شاركش معنا بس ما نتمنى أن المشاركة تكون أكتر من كده كتير جدا يا جماعة لما بعض مع حد يسأله هدفك إيه في الحياة يقض مع نفسه ربع ساعة يقض مع نفسه ساعة وفي الآخر ما يردش ولا يرد بيقول ما ناش عارف المشكلة مش في إنه ما يكونش عارف لأن أي حد من حضراتكم اللي فيها عمرية معينة سهل وشيء عادي جدا إنه هيكون مش عارف الهدف إيه إنما لما توصل لإن أنت تتكلم مع حد في التلاتينات حد تلاتين سنة حد خمسة وتلاتين سنة حد سبعة وتلاتين سنة ويقض برضو تلك ساعة مع نفسه في الآخر يقول لك مش عارف هنا تتكتديد مشكلة هنا يعني أنا بسميها وهي وجهة نصر شخصية متوضعة صحة أو تقطق بس أنا أراها صحيحة يعني أو أقرب إلى الصحة إنها كرسة بكل ما تحمله كلمة كرسة من معنا الكورس بتاعنا اسمه جول سيتنج جول سيتنج اللي هي وضع الأهداف أو ممكن يسمى جول سيتنج استراتيجي استراتيجيات وضع الأهداف هنتعرف يعني إيه هدف وهنتكلم يعني إيه هداف هنعرف يعني إيه حلم وهنعرف فرق ما بين حلم والهدف وهسألكم سؤال واللي عارف يجابه واللي مش عارف يفكر في إيجابه هو أنا لما يقول لحضراتكم أنا نفسي أكون أقنى حد في العالم أو نفسي أكون رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أو نفسي أكون أي أني أكون نفسي أكون إيه ده حلم ولا هدف سارة شايفة حلم حلم وعندنا حد شايفه هدف عظيم اتنين أحباب متوليه شايفه هدف والباقي كله لحد اللي وعند شايفه حلم سارة قالت حلم والمحاول أحققه يكون هدف شكرا لك يا سارة هبا شايفة حلم ومكن يتحول الهدف إزاي يحاول الحلم الهدف محمد بيقول حلو لكن أنا سعيت في تحقيقه يسمى هدف ناشي يا محمد موافقك محمد هاي دي إذا وضع في الفعل أصبح هدف شكرا لك يا محمد أنا موافق هبا ناشي وأنا موافق هبا مش مختلف مع حضرتك وأنا مع هبا حلم لأن ما حد تشل الزمن ماشي يسار أشوف الإمكانيات أبدأ أخذ خطوات لتحقيقه شكرا جدا منا الشريف نسعى بكل الوسائل الممكنها لتحويله للهدف السؤال إزاي؟ السؤال هي الوسائل اللي ممكن تحولي لحلم الهدف دا لو كان دا حلم ما كانش هدف عظيم أسمائي بتاري تتكلم في صفرات الهدف فعلا قابت إنه هو يكون محدد وقبل القياس وقبل التحقيق عظيم وكل دا احنا نتكلم فيه باستفادة للوقت إن شاء الله صار قالت أكتبه تمام متلهم معك يا صاح طاري بيقول خطوات عملية للتحقيق بس برد ما قال ليش ايه؟ وخبالك كل مننا له أحلامه أحلامي غير أحلاما غير أحلام فلان غير أحلام علان كل حد فين هو أحلام وكل حد حابب حابب بيحق الأحلام بتاعته بالطريقة اللي هو شايفه صح بردو صار قالت أحدد خطوات للتحقيقه وما قالتش ايه ممكن الخطوات اللي تكون موضوعها للتحقيق أليكسندر لو عندي إيمان وعقيدة سليمة وأعتقد بالصبر والسعي حقا ده باتفاق معك بس انت ما كنتينش عن الكايفية عزة بتقول أطبع لي قاعدة سمارت أطبع لي قاعدة سمارت عشان تأكد ما هو هدف ولأطبع لي قاعدة سمارت عشان أحققه وحنتكلم في قاعدة سمارت وانعرف هي ايه شكرا لك يا صار صار بتقول على حسب الهدف وحنان عندها مشكلة في الصوت يا رات الدعم يتابع معها أحمر بيقول الإصرار والالتزام والاستمرار عظيم جدا تأهيل نفسي وابدأ أجهز نفسي الوصول له ماشي بس برضو تجهز نفسك ازاي؟ وحالة التأهيل دي ممكن تتم ازاي؟ وضع آلية وخطة للتنفيذ متفق معك؟ متفق معك يا اسمار؟ قم يوصف بتقول أعمل له خطة ماشي؟ تمام؟ دكتور اسمايل بيقول يعني لو هدفي إني أكون مترجم أحدد أنا فيين من الهدف ده الأول؟ تمام؟ طيب خلينا انتفع على حاجة أنا مش عارف في حد من حضركم حضر لي تدريب قبل كده سواء live training أو online training ولا لأ عمتا اللي حضر لي قبل كده طبعا أنا شرف لي أن أتعامل معك أو أشتغل معك أكتر ممرة واللي بيحدد الأول مرة برضو شرف لي أن أشتغل معك للمرة الأولى أنا دايما يا جماعة بقول إن مفيش وجهة نظر خطأة فيه وجهة نظر صحيحة وجهة نظر أقرب إلى الصحة وجهة نظر أقرب إلى الصحة وإن شاء الله وجهة نظر صحيحة بمثبت 100 في المية أو بالنسبت 9 تمام؟ مية انت حضرتي معي job hunting طيب عظيم جدا شكرا لك وجهة نظر حضراتكم كلها صحيحة إن شاء الله وفيها أقرب للصحة أقرب للصحة أقرب للصحة وحلبتدي أليكسندر بصراحة أول مرة حتى أنا وبصوته أول مرة لحظة المحاضرة وشايف تشارك وكادم حضرات في الدمشي من نبل شكرا لك يا فاندم أتمنى أن يكون عند حوص نظر محضرتك وعند حوص نظر السادر المتدربين الموجودين معنا كلهم إن شاء الله المشكلة أني أنا بعرف أخطة كواس جدا أنا بفكر بإيجابية وبشحن كل الناس اللي معايا وبحفزهم وبخطط لهم وساعد التنفيذ النفسي بحس النتائية فعلا معنا بسناء طيب عظيم جدا شكرا 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 لك يا مهندس خالد مش مهندس شكرا لحد طيب هو الفكرة يعني أنا مام بنظرية تخصص شوية بمعنى أن أنت عندك حاجة اسمها بلانر البلانر ده شخص مخطط شخص يعني عنده القدرة على التخطيط الشخصية ده بيخطط وعندك حد تاني اسمه إجزاكيتف إجزاكيتف اللي هو الشخص المنفذ الشخص التنفيذي شخص يريد التنفيذ الشخص أنت تخططه وتخططه خطه هو ينفذ لأكتر ولا أقل فبما أن أنت متنائز في الجزئية أولانية دي لا تعيبك دي يعني المستوع المهني تبقى عظيمة جدا لأنك تتخصص بحاجة معينة تخش مثلا قسم زي قسم الماركتنج دي ماركتنج كل بلانز تخش مثلا قسم زي قسم وعليكم السلامة وحكرة أولاكتف يا أستاذ أشرف لا مش بدء أبدري على حكرة أنا أعصد أقول لحضر لك يا بيش مهندس أن الفكرة أن لو دخلت مثلا قسم زي قسم التقريك الستراتيجي أو قسم الكنترول الرقبة وتحكم أو قسم التسويق الأقساب اللي هي على طول بتحتاج بمارز فأنا أعتقد أن ان شاء الله يكون حد متنائز جدا إنما أنت لو حطيت نفسك في مكان وعليكم السلامة أولاكتف إنما حضرك لو حطيت نفسك في مكان إجزاكتف مش هتجد فيه تمام؟ ما فيش أي مشكلة إن أنت يقول لك ده طبعا على السبيل المهني مش على السبيل الشخصي يطل لك فريق عمل أنت بتقوم بدور التخطيط وحد غيرك بيقوم بدور أو التنفيذ عوضا أستاذا أخضركم دقيقة وحضر الزوطوكم معاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نبتري على طول بس قبل نبتري على طول وأنا محتاج برضو أتعرف عليكم شوية أكتر ياريت كل حد اللي دا كل باسمه اللي داخل باسم مثلا ميك نيم أو اسم شهرة يكتب الاسم بتاعه تكتبولي بس كل حد من خلالكم منين الدولة والمحافظة والمدينة لو حد مثلا طالف جامعة يقولي هو طالف جامعة ايه الدفعة كام؟ لو حد خريج يقولي هو خريج ايه دفعة كام؟ بس برجاء إن كل يشارك يا جبعة هجاوبك على سؤالك ده يا بشوانس خالد خلال يعني خلال الكورس خلال ما احنا شغالين حسن شغال معلم وهو من الصعودية تمام؟ أليكزندر معتز من اسكندرية وعايش في الكويت ولسه طالبه إيمان من جدة طلبة ماسترز علم نفس عظيم جدا صار عندها مشكلة في الصوت محمد هاريدي تاجر من اسكندرية تمام؟ أحمد متولي من السويس هندسة مدني إدارة مشروعات عظيم شامع سنجلي من المنصرية عدري هندسة دكتور اسمايل أسماء خريج التجارة بني سويف وباحثة في جمع بني سويف بتحضر مجلسير في قدرة الأمان عظيم جدا مهى من البحيرة من ضمنهور مدرسة أحمد محروس من مصر وكلية هندسة من سوهاج هو أصلا جمعة سوهاج عظيم جدا اقتصاده عادل محاسب وفي الكويت قميمة من تونس طالبة في آخر سنة في قولية تعلم كمبيوتر عظيم مية من مصر طلبة في قولية تجارة حنان دبلوم تجارة تمانية وتمانين عظيم جدا تمام ربك منزل أحمد محمد أحمد محمود من مصر القاهرة 2012 ودلوقت الطالب براساته عالي عظيم زهراء من مصر ومدرسة صارة من صهاجة طالبة دبلومة بردعة محمد من اسكندرية طالبة في هندسة مدين وفاء من مصر مدربة عظيم جدا منافسة لنا يعني تمام زميلة مهانس خالد مهانس شرطة هندسية طبية عمار أبو البراء عمار السيد محمد حمودة من العاشر طالب بقولية أصول دين ودعوة قسم الدعوة في القربة عظيم جدا وأشرف معانا مصر مدرب ومعالج سلوك ربنا يبارك دخل المجال جديد عظيم جدا أكيد يعني أكيد عمر حضرتك من شاء الله نستفاد من خبرات حضرتك من شاء الله لقاية من القاهرة ومدرسة سلسلية خرجة كلية تربية عن شمس مهانس خالد دفعة تفين وتمانية تمام وعندنا شيناء طبيبة أسنان مصر كلية حسابات المعلومات دي سهرة سنة تانية وعندنا أسنين من دنيات معيدة ان شاء الله الناس اللي كانت بتذاكر بقى وبطاعة لواء وتعيد معيد ناشي تمام طارق في إيطاليا صد العلم سياسية اعتقد عمار حصل على مجسر إدارة أعمال مصدر ميني ام بي اي يعني عظيم رمي علي صنصة أداب 2001 وعلمت قرآن ربنا يبارك معانا أحمد السعيب مني بغمر خذلي بعلومه 21 ساعة تمام؟ أحمد قوطان طبعا اكتبنا البحرية ماشي ضوط ملاحة ماشي يا سيدي طيب هو أنا بس طالب من الدعم قبل ما نبتدي حتى في أول شريحة ونشوف احنا هتكلم في ايه والانترو بتاعنا هتكون ايه تمام؟ ياريت بس الدعم يكتب الكونتكتس بتاعتي للمتدربين هو يديني أنا الفرصة لنعمل ده ده لينك الوفيشيال فان بيتش بتاعتي يا جماعة الصفحة الرسمية اللي مواجبين على فيسبوك يشرفني طبعا ان تواصل مع اي حد من اخضراتكم بالصفة مباشرة واللي اتكتب لحضراتكم دلوقتي ده لينك الاكاونت بالصبت كده هو يعني شكرا لك يا سيدا مريم بس العكس الاكاونت اللي تحت واللي فوق الصفحة الرسمية شكرا لحضراتكم كده يا جماعة انتم معكم الكونتكتس بتاعتي صفحة بتاعتي المواجبين يشرفني طبعا التواصل من خلالها والاكاونت الشخص برضو يشرفني التواصل من خلاله وانا ما برفتش طلبات صداقة الحدد ده لفرد ربنا سبحانه وتعالى يشرفني طبعا يشرفني يا بشمانس اشرف يشرفني كلك يا معنطة الحاجة الوحيدة ان معنا ربنا سبحانه وتعالى طلبها من سيدنا وحمد صلى الله عليه وسلم ان هو يطلب الزيادة منها هي العلم مصداقا لقوله عز وجل قل ربي زيدني علما ربنا سبحانه وتعالى بيقل وما قطعتهم من تقليل فانا اصبر بالنوانة ان ايصبر بالشريحة الافرادة لي انه مفيش حدا يجيب انهاية العلم لانا ولا ولا استدتي ولا دكترستي ولا استدتم ولا دكترستهم ولا دكترتهم ولا استدترستهم مصداقا اللي قال له از وجل ما لا قطعتهم من العلم إلا قليلا اسأل الله عز وجل ان يعطيكم جميعا الحكمة مصداقا بطير حكمة مية شاء وما يقطى الحكمة تبخد اوتي اخيرا كافة محمد صلى الله عليه وسلم this is the teacher this is the teacher محمد صلى الله عليه وسلم هو رائد التنمية البشرية في العالم وهو رائد العلوم السلوكية في العالم من علم نفس العلم اجتماع وهو رائد العلوم الإدارية في العالم مشتى أنواعها وهو رائد العلوم المهارية في العالم سواء كانت مهارات شخصية أو مهارات عملية إلى آخره وأنا بتكلم بس على الحاجات اللي أنا شوية ممكن أكون قارئ فيها أو متخصص فيها مش هتكلم مثلا عن الفيزياء وعلى الكيميا وانا لقيت الهيوم لان انا عارف ان هو قائد لكل اليوم دي صلى الله عليه وسلم حبيب اقولك حاجة قبل ما ادخل في الشريحة اللي بعد دي كتير وانا بقرأ في الريفرنس او في المراجع الاجنبية وعليكم السلام عليكم الاقي مثلا كاتب معين كاتب كتاب معين فانا بقرأ الكتاب دوت فلاقي حاطت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب تحت قول احد الحكماء هو مش احد الحكماء اولى حاجة هو محمد صلى الله عليه وسلم بس انت لا ما انتش عارف حديكم مثلا حاجة على سبيل المثال كان في كتابكم تلقرأه بس انا مش حاب اقول اسم الكتاب كان مكتوفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عامل الاخرين كما تحب عن فعامك وكاتب تحت قول احد الحكماء برضو ارجع وقول له والله هو ما احد الحكماء اولى حاجة هو محمد صلى الله عليه وسلم بس انت لا ما انتش الشريحة الاعدامة دي يا جماعة ممكن نكون شايفينها ازاي او ممكن تكون بتمثلنا ايه بس حاجة بالاجابة بعد منسقطها ازاتيك نقاش جماعي تمام شكرا يا اشرف نجمع من الناس عندهم افكار شكرا يا ايمان تساؤلته افكار غربها اتبع شكرا يا دكتور مشاركة الافكار ماشي تمام شكرا يا شايماء اختلاف الهدف لكل شخص شكرا يا مهة هلها بتقول مناقشات شكرا لك عادل عدة افكار تؤدي الى افضل نتائج ماشي باتفع معك كليا حد حبي يضيف اي حدا السؤال ايه السؤال السورة اللي عدم حضرتك دي حنان ممكن تكوني شايفها ازاي بعد بما تسقطها ازاتيك اه للأسف يا صهر المحاضرة توطية بس انا كان نفسي يكون live training والله كان نفسي فعلا اشوفكم في السوفيس بس الله مستعين احمد بيقول افكار متعددة ومختلفة تمام احمد متولي بيقول اختراف افكار اشرف بيقول فريق عمل بيجهز العمل معين تمام ناس كلها تتكلم في نفس الوقت بحنان عظيم جدا اوهام ماشي توتو انا مش عارف ولد ولا بنت ياسمين بتقول كل واحد له فكرة واهدافه ولكن كلهم بيكملوا بعض تمام بنت تمام يفهم ماشي تواصل عمر بيقول عظيم جدا وحنان بتقول ممكن يكونوا بيحطوا خطة لعمل معين تمام ارجع تاني واكد على ان ما فيش وجهة نظر خطوة يا جماعة في وجهة نظر صحيحة في وجهة نظر اقرب من الصحة في وجهة نظر ان شاء الله صحيحة بنسبة 99% فقلوا حضرتكم قلتوا دوت صحيح بس انتم ما اخدتوش بالكم من حاجة صغيرة وانا اتحكت عليكم ايه هي بالحاجة الصغيرة لحضرتكم ما اخدتوش بالكم منها ان انا قلت قلولي انتم شايفين الصورة دي ازاي بعد الاسقاط الذاتي بعد ما تنروا لها اسقاط ذاتي وانا ملاحظ ان ما فيش حد فيكم اسقاطها ذاتين اللي قليل الا قليل هو حد عارف يعني ايه اسقاط ذاتي طب يعني ايا دكتور طب اللي عارف يقول اللي مش على نفسنا ماشي ما هو اكيد بتسقطها ذاتين على نفسك السؤال ازاي طيب اللي عارف يجاوي اللي مش عارف انا كده جد هقول ما تعلقوش لا مش بالزبط يعني بعد ما اخبرتك تفكر في الصورة انت فين من هذا المفهوم لا مش بالزبط وعليكم السلام عليكم الله نرايك يا عمار ان اكون واحد منهم خلاص 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 شكرا لكم جميعا هو عمار جابها خلاص عمار قبل براء هي جميعا كل بساطة يعني بوت يوسولف انتو اكشن بوت يوسولف انتو اكشن يعني حط نفسك في الفعل يعني ايه تحط نفسك في الفعل يعني شايف حضرتك اليونيفورم الازرق اليونيفورم الازرق الجنية جدا اللي هم يابسينه ده شايفينه كلنا حضرتك تلبس اليونيفورم ده وتنزل توقف مصدوهم او توقف معهم زي ما هم عارفين بالزبط ده اكتر برائل دوت كده الاسقاط الذاتي دي انا ممكن هشوفها حاجة دي جدا ممكن هشوفها برينستورمين جلسة عاصف الزهني وممكن هشوفها زي ما حضرتك قلته بيحطوا خطة عمل فريق عمل مع بعض ممكن هشوفهم اسرة تتناقش افكار مختلفة نظرا طبعا لان كل فكرة بلون زي ما حضرتك هم شايفين بس دي انا كا احمد شايفها ايه شايفها توقعات حضرتك فياريت كل حد في حضرتك يكتب لي ايه توقعاته بالنسبة للندوة بتاعت النهاردة اليكزاندر بيقوله الوصول للهدف اشرف بيقول اتعلم فكرة جديدة في وضع وتقييم الاهداف الاستراتيجية احمد بتولي بيقول هتعلم استراتيجية هذا الاهداف وضعية تحقيقها حنان بتقول ان شاء الله نخرج منها بمعمل هدف وكيفية تحقيقه توتو هتقول هتفدني في البحث بتاعي كويس جدا توقع كيفية التخطيط للهدف اني اتعلم ازاي احط هدف هتفدني كتير في تحديد اهدافي هخرج بتعديل لمصار حياتي ان شاء الله للافضل شكرا لك يا حمد واتمنى فعلا ان يكون عميد حسن زال متوقعه ده متوقعها بازن الله انها نتكلم كيفية تحديد الهدف ووضعه في الفعل وافضل طرق تساعدنا للتنفيذ الامسل كمام كيفية وضع الاهداف عظيم اتعلم يعني ايه هدف وما الفرق ما بين الرسالة والغاية وكيف وضع هدفي التحقق من صحة خطوات اهدافي كمام الطرق الحقيقة التنفيذ اهدافي ازاي يكون لياه هدف في حياتي كمام حد تاني عنده اي توقع يا شباب ازاي يكون لياه هدف في حياتي عظيم كمام جدا طيب كلينا نقول حاجة احنا بس محتاجين نفتح برد احنا دايما بنقف في الاجتراك يا جماعة الاجتراك قبرا عن لين در Adult سينت ده هنقول ان دوت اسمه الاجتراك تمام في حاجة اعلى منه وفي حاجة اقل منه وفي حاجة عamas نفس الخط الحاجة للحاجة اللي على نفس الخط الحاجة اللي اسمها ال ميت والحاجة اللي فوق اللي هي حالة ال-over. والحاجة اللي لتحت اللي هي حالة ال-under. تمام? فانا اتمنى ان شاء الله meet meet training expectation يعني اكون عند توقعات حضرتك بالزبط. under expected اكون اقل من المتوقع. انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرفقني واكون معكم في نهاية النادوة دي. يعني اتخطر توقعات دي رولز هنعديها. الرولز دي يعني انا بستخدمها في life training اكتر. هنعدي كمان major difference among learning and training. نظرا بس اللي دي الفترة الزمنية. ولو كان فيه ساعة من الوقت ممكن بعد ما نخلص. نرجع لها تاني. دي يا جماعة ال-mind map او الخريطة الزهنية بتاعت الندوة بتاعتنا النهاردة. عشان يبقى عرفين بس احنا هنتكلم في ايه. اول حاجة هنتكلم فيها خلص النهاردة. اللي هي what is the goal. هنعرف اصلا يعني ايه هدف. الهدف ممكن يكون ايه. تاني حاجة هنتكلم. what is the difference between goal and dream. اما الفارق ما بين الحلم وما بين الهدف. هناخد تحت العنوان الرئيسي التاني. عنوان فرعي اسمه goals achievement steps. اللي هي خطوات تحقيق الهدف. احقق الهدف بتاعي ازاي. تالت عنوان الرئيسي عندنا. والهو القابل الاخير. what is the goals type. ايه هي انواع الاهداف. الهدف ده ممكن يكون هو ايه. اخر حاجة او اتقى الحاجة عندنا في النبي بتاع النهاردة. او في المخضر بتاع النهاردة. عشان كده انا امأجلها ومخليها يا رقم اربعة. هي what is the goals setting purpose. هدف بقى وضع الهدف او هدف الاستراتيجية اللي انا بوضع منها الهدف او بوضع من خلال الهدف دي. ايه بالزبط. هناخد remember smart زي ما في ناس هكنا gesamه في. هناخد الup dei بتاع ال Pear propeller اللي مش كثير من الناس اتكلم فيه. في ناس كتير جدا 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 عارفة Small tout. بس مفيش لها اللي لاولاي الاول اللي عارف مدد Luxemeter ده يا جماعة اللي هو ل El Arab ge Countess تحديث بتاع phase smart. مش كتير من الناس لأسف عارفين. الموضوع ده. هناخد حاجة اسمها How to frame قاعدة كمان جغير قاعدة SMITH smart or smarter. وبعد كدا هناخد مثال صغير. وبعد كدا هنقول جزاكم الله خيرا وشرفتونا ونشوفكم معاقي قريبا ان شاء الله. السؤال لحضراتكم. واتنسبوا لي. ايه هو الهدف? محتاج تعريف من كل حد من حضراتكم للهدف. ومحتاج كل اشارك من فضلك. هي غاية نسعى لتحقيقها. ماشي? تمام? غاية. تحويل العلم لشيء واقعي والسعي اليه? ماشي. الهدف? حلم بنحاول نحق اول خليه واقعي. شكرا جدا يا شايماء. فكرة بعيدة المدى نسعى لتحقيقها بكل المعطيات الممكنة والمتاحة. ماشي? تمام? ما هي بتقول حلم الناس على تحقيقه? تمام? هو الشيء اللي عاوزة احققه على ارض الواقع. عظيم جدا. النقطة التي احددها للوصول. النقطة التي احددها للوصول لها خلال فترة زمنية وبإمكانيات معينة. ماشي عشر. ما هي بتقول صورة يمكن اتباعها تحقيق حلم. اوكي? مفيش اي مشكلة. مم? في اي حد حاب يوضي في اي حاجة? انا كل اللي تقال له ده انا يكملاش عشر احنا ما شاء الله فوق الاربعين يعني. مرحلة مرحلة ما ارغب الوصول اليها بعد فترة محددة طريقة محددة ماشي. مغاية مربوطة بزمان وخطة. تمام? رغبة ذاتية للتطور الشخصي. عظيم. حلم نؤمن بي ونحاول المتلاك مقاوماته التحقيق. عظيم جدا. عمار كتب الهدف هو وسكت. حلم نؤمن بي ونحاول المتلاك مقاوماته التحقيق. سبب اللي بعيش عشانه. تمام? عظيم جدا. ما اود ان اكونه بعد فترة من الزمن ماشي. تمام? طب يا ريت تتواصل مع الدعم الفاني هما ان شاء الله يحلوا الحضرات بمشكلة كيفان. الهدف هو حلم اسال التحقيق. عظيم. ان لو اربطه بالله سينتهي بمجرد انتهاء وقصاد بالاكتئاب. ماشي متفق مع حضرتك. مجموعة من الافكار مجدولة. في خطوات. ونفذ على عرض الواقع. شكرا جدا. تمام? طيب حد عنده اي اضافة. حد اهروا ليه في اي حاجة. طيب عظيم جدا. ارجع اقول كل حضرتكم قلتوه. وجهات مازل شخصية ان شاء الله صحيح. نشوف بقى يعني الهدف ممكن يكون. بتاع الجول يا جماعة تعريف الهدف. هو شيء انا محتاج اني حققه. الشيء ده ايه? على المستوى المهني محتاج ان انا اكون اه افضل الاستشاري موارد باشرية في مصر. على المستوى الشخصي محتاج ان انا اه حاجات كتير ايه هنتكلم عن المستوى الشخصي بس خلينا على المستوى العملية افضل يعني. تمام? لا هكذا. يعني انا كلمتوك عن المستوى اتكلم بقى عن المستوى الشخصي. اتكلم بقى عن المستوى الاسري. اتكلم بقى على المستوى المهني. هتلاقي كلام كتير جدا ان تقوله. عظيم. يبقى الهدف ايه تاني? هو شيء انا حابب ان انا احققه. تمام? وانا سألتوكم في الاول وكلنا جاوبنا كان كل حد عنده هدف معين. بس احنا ما قلناش اتكلمنا الاول في الدائرة الاسرية والدائرة المهنية والدائرة الشخصية. ما قلناش اقدرنا احنا انفرق بينهم. فانتو اجابكم كانت بتبقى عامة. وده مقبول طبعا. سوب بينزل ميوت. بينزل اوتوماتيك ميوت لما بيكون في مشكلة او سرعة تاعت الانترنت بتقل او شيء من هذا القبيل. فما تقلوش يعني. للناس الاول مرة بتشرفها. بالنسبة للناس اللي حضرت معنا قبل كده هم اكيد عارفين الموضوعات. وانا بس نلاحظ حاجة يعني ناس مريم حضرت معي. بياخد وقت لحد ما يحمل الشريحة. مش عارف المشكلة دي اول مرة بتظهر معي. مش عارف ممكن يكون الساب بتاعها ايه الحقيقة. اه علشان صورة الانترنت البطيئة يعني. طيب الله مستعم. طيب السؤال تاني لحضراتكم يا شباب. اه. ايه بقى الهدف وايه الحلم. وايه الفرق ما بين كل حد في الاتنين. الحلم تمني دون اخذ بالاسباب. الهدف تمني وسعي معنا. شكرا جدا جدا جدا. ما هو. انا مقدرش يصرف ده مريم بصراحة الناس قزم تشارك. احنا دايما بنقول انا انش الدكتور جامعة وهو مش طلب الجامعة. انا مش مدرب السنوي وهو مش طلب السنوي. يعني انا مدرب وما هو تدربي. فلازم لازم يكون في. لازم يكون في مشاركة. فدي مقدرش كامل كنترول عليها. اه. اشهر بيقول الهدف مبني على امكانيات وقاية وقدرات شبه معلومة. انما الحلم تمني. ما يفوق القدرات والهدف. ماشي يا سيدي. دكتور اسمايل بتقول الحلم مجرد تمني وافكار لم يتم فعل اي فعلة تحقيقه. شكرا جدا. تمام. بتقول الحلم مجرد فكرة اما الهدف خطوط القاية فعلة تحقيقه. تمام. شايناء بتقول الحلم خيال اما الهدف خيال وحاولناه الواقع عظيم جدا. نفهم وريبة جدا على فكرة يا جماعة. شكرا لكم كلكم. انما الهدف ده حلم ايضا ولكن مخطط له معروف طرق واضح التحقيقه. تمام. طرق يقول الفرق بينه ان الهدف فكرة مدبوع بعمل ماشي. صهر. الحلم ممكن يكون جروا قاية من صعبة تحقيقه. اما الهدف. فلو ادوات تساعد على تحقيق وعظيم. احنا بنتولي. الحلم هو الرؤية المستقبلية. الهدف هو الخطوة العمليات اللي توصل مع الحلم. شكرا لك. الهدف واقع. اما الحلم خيالي. بس ممكن يكون طريقة اني هدفي. متفق معاك. تمام? متفق معاكي انا اسف شكرا يا الاجزاندر الحلم شبه مستحيل. اما هدف شيء على الواقع اسعائيلي عظيم جدا. مها بتقول الحلم يشمل الهدف حيصه لابد من السعي لكي يحققه ويفضح هدف. ماشي. مش هنختلف في ده. احمد محمود الهدف هو المرحلة التالية للحلم. ماشي يا سيدي. وما يما الهدف هو حلم وضع على ارض الواقع. ماشي. وحنان بطور الحلم اللي يكون محدد بزمن اما الهدف المفترض ان يحدد بزمن. ويكون قابل القياس. متفق معاك يا حنان. تمام? سهر بتقول ممكن تطور الحلم الهدف. لان اساس هدف هو حلم. ما يتروح حلمهم بداية الهدف. واحنا بيقول الحلم هو العيش في الاوهام وانتظر تحقيقها. بدون دازل وممهود دينما الهدف هو محاولة تحقيق الحلم بكل وسائل مشروع. تمام جدا. حد حيوضيف اي حاجة. طيب لازم جدا. شكرا لكم يا جماعة. انا شاكل جدا لمشاركتكم الطيوة دي. احنا بنقول ان الهدف هو شيء انا بس على تحقيقه. طيب. بالشكل دا الحلم ممكن يكون ايه. والشكل دا ممكن اقصر الفرق ما دل اتنين يكون ايه. شوفوا الشريحة دي. بتقول له حضراتكم ايه. بتقول له حضراتكم. It's a dream. هو حلم. Until you write it down. لحد ما تكتبه. And then it's a goal. يعني ايه بقى. يعني كل اللي حضراتكم قلتوا عليه. 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 كل مصحيح جدا 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 جدا. تمام? بس الخطوة الاولى في تحقيق اي حلم. وتحويه الهدف. هو ان انت تكتبه. هتيجي معنا كمان شوية. ان مرحلة الكتابة دي. في حد ذاتها. بتقطع خمسين في المئة من المشوار. وحتبقى معلومة جدا. لان جعل يقول اللي ما اخدش الكورس دوت. بس ما كان قبل كده. واللي ما قرأش حاجة عنه. ويعني كتير جدا بيستغرب وما بيصدقش. بس ده عبر واقع. دي حقيقة فعلا. تمام? يعني خلينا نقول انا نفسي يبقى عندي عربية مرسيدس مدير 2014. طب لحد دلوقتي هو حلم. امتى يبقى هدف? لما ابتدت جميلة وقام يكتب انا نفسي اديب عربية مرسيدس 2014. لان بمجرد معنا في الخطوة دي. هتبقى الخصوة اللي بعد كده ان انا اسعى جاهدا بتحقيق الهدف ده. بطريقة او باخرى. مش هنتخلل مع الطرق. تمام? طب اكيه جد هتبقى كلها طبعا زي ما في حد من اسزتنا الفضلاء اللي معنا قال. الطريقة لازم تكون مشروعة طبعا. بكل الطرق المشروعة. شكرا لك يا اريكسندر. وربنا يا اشرف ورد بوزوك بعربية مرسيدس 2014. وورزوين انا برابي بم بقى. ماشي. شكرا لك يا خنان. عظيم جدا. نركز بقى يا جماعة علشان هنشوف دلوقتي الجول اتشيف منت. اللي هي خطوات تحقيق اي هدف. اول خطوة مخطوات تحقيق اي هدف. بيقول لحضراتك. اكتب الهدف بتاعك. يعني خمسين في المية من تحقيق الهدف بتاع حضرتك. بس بمجرد الكتابة. دي حقيقة. دي حقيقة. ومش كتير وقتانع بالكلام ده. وفي ناس كتير جدا بتقول لك الكلام ده مش صح. بس هو مجربش. قص الكلام ده يا جماعة. جاي نتيجة على اكتر من تجربة الا اكتر من شخصة اكتر من مكان. فالموضوع ده مجرب. بان بالفعل. خمسين في المية من اطعانك. من اطعانك لمشهور تحقيق هدفك. انك هتكتبه. بس. هت وراء وقلم وبتلكتب. اكتر وقل. فانا هل اطلب من حضراتكو. ان اللي حد يعمل ده دلوقتي اوكاية مفيش مشكلة. يعني ممكن ندي خمس دقائق. كل حد يجي وراء وقلم ويكتب اهداف. اه اي مهى بالزبط. انا هدي احنا هيبقى السعر اللوقتي. السعر اللوقتي عندي في الجهاز اه ثمانية وتلاتين. هيبقى معنا خمس دقائق وهرجع لجهتاني الساعة ثمانية خمسة وتلاتين. ومن ثمانية وتلاتين لثمانية خمسة وتلاتين يكون كل حد يحجب وراء وقلم. كل حد يكون فتح تاكس دوكيمانت فتح ملف ورده على جهاز وكمبيوتر وهو عاد عني. وابتلا يكتب في الاهداف. اتفضلني يا اسمين. يلا يا شباب احتفظ براية ده يا اسمين. وهنجاب عليه بس بعد خمس دقائق ما يخلصوا لان المفروض ان كل حد الوقتي مسك الورقة والقلم بطوعه وبدأ يكتب. ايو هنعم ممكن يكون لكي اكتر من هدف. واكتبين كلهم في ورقة واحدة. طيب عظيم جدا شكرا لللاس اللي خلصت احنا لسه معنا دقيقتين. الناس اللي مخلصوش. ممكن طبعا يكون اخرى يدنياوي. والاخرى يأبقى طبعا من الدنياوي. بس معنا دقيقة يا شباب يعني. بس معنا دقيقة مش كل الناس خلصت. ده اللي انتي بتتكلم عن ايه وفاق ده حاجة اسمها مصلص النجاح. بس ده احنا بنتكلمش عليه هنا. ده ده بيخش تحت مواضيع تانية. تحت التحفيز. انه بيخشش تحت الجلسة اللي انتي بكلمت عليه. او اللي انتي اصرتي ده. فبعد شوية ان احنا بيقين الناس اللي نهاردة. انما انا عارفه طبعا مش تجلت هنا. بفضل ربنا اصحنا. طيب عاملت انا هو الوقت خلص. خمس دقيقة خلاص. انتهو. نرجع تاني وبسرعة. ياسمين قالت ان هي قارض في مراجعة كتير جدا او حضرت كورسات كتير جدا بتتكلم عن موضوعنا او مواضيع مشابهة الموضوعنا. ولقيت ان بالفعل خمسين في المية من تحيي الهدف هي كردته وهي مش مختنعة بحاجة زي ده. طب سؤال لك يا اسمين وانتي جربتي. يا اسمين لو انتي لسه معانا انتي جربتي. طيب عزيم جدا انا انتي طرى ما قسمت وقلت لأ يبقى مشكلة عندك انتي. المشكلة مش عند اللي كتب المرجع ولا المشكلة عند اللي قال في الكتاب ولا المشكلة عندي انا المشكلة دلوقتي عندك انت انت انتي ما دلوقتيش. جرابي نشوفي. بس لو اخدي بالك اي حد بيحط مرجع وبذات شغل الاجانب. تمام? ما بيكونش معمول بمزاجه او بهواء او لا. هو بينزل يعمل ابحاث ميدانية على حلاق من المجتمع. حد زي وحد زي حضرتك وحد زي حضرته وحد زي كل الناس موجودة معنا. ايش عظيمة او انتي انت فاهمة ده وما انتش مختنع بيه. جرابي عشان تقتنع بيه. جرابي. بصي خلينا نكمل كورس بتاعنا دولة الاخر. وهي حاول قدر مستعد تكوني مقتنعين. انا بس محتاج كل حد فيكم يخلي الورقة بتاعته معايا. محدش يفرض في الورقة دي. لاننا هنحتاجها. تمام? طبعا احنا كده ادينا كمان يمكن ديقتين فوق الخمس دقائق. فكده كويس قوي مش حاين فعن نزود وقت بقى. الخطوة الثانية جماعة بيقوله حضرتك ابتدي اقرأ اهداف حضرتك اللي انت كتبه في الورقة? يوميا مرة مرة بату عشرة ده مقبول مفيش مشكلة في بس. بس households before going to sleep. طب لين especially before going to sleep? عظيم. السؤال اليه بقى؟ ما الي حيجابها بصراحة يبقى ممتاز يعني. الله ينقر عليك خلاص زائف. اه مشاعلى عليكم كلكم تمامه زائف. لا لا مش تحفيز, مش تحفيز. احمد متقول لي قال عشان الععقل الباطن وده صح. ودكتور اسمائل قالت عشان العقل اللواعي وده صح. وهو دا بالظبط. بص يا جماعة الانسان عنده حاجة سماها الconscious mind و грp وحاجة سماها buried inside conscious mind. الكونشوس مر هو العقل الواعي. وحاجة اسمها subconscient ar死 player هو العقل الباطن او العقل اللواعي. العقل الباطن العقل اللوائي. له اوقات كده بيسموها اوقات زروة النشاط. بينشط فيها قوي. من الاوقات اللي بينشط فيها قوي. الوقت اللي قبل من هو بشرته. فعشان كده انت تخلي الورقة بتاعتك. اه على القومودين والوجان بسين حضرتك. تمام? وقراها كل يوم قبل ما تنام. لان انت مرة مع التانية مع التالية مع الرابعة مع الخمسة هتخلي الهدف جزء منك. وهتخليها ترسخ في الصف او في العقل الباطن خلاص. انت كده يعني عدت عشرة في المية كمان متحقل. يعني انت لو عملت ده انت كده حققت هدفك ان شاء الله بنسبة. تمام? لأ ده هيشتغل عليه طول النهار ويحصل رفليكشنز او ان اكساب مع حضرتك اكوردنج مع حضرتك اكوردنج القوانين على الباطن او وهيحصل حاجات كتير جدا. مش دي بس. تمام? بس احنا لوقتي حققنا ستين في المية من الهدف. عظيم? نقول الخطر اللي بعد كده بيقول له حضرتك تانيك فقر في الهدف. فقر فيه. فقر فيه. لحد ما يكون جزء منك. تمام? طبعا هو انا يعني الكاتب حتى اللي انا عدلت منه المادة العلمية دي. اه كان بيتكلم على هدف اه هدفك في الحياة. مش هدف مسلا زي ما قلت انا لسه بقية مش هلنا اجيب معربية مرسيدس اخر موديل. ولان انا مسلا يكون عندي في السحر الشمالي ولا القصة دي. لا. هو بتتكلم على هدف هدف. حاجة انا عايش لها. رسالتي في الحياة مسلا. تمام? تبقى له حضرتك تانيك فقر في هدفك لحد ما يكون جزء منك. كده انت وصلت كمان لتحقيقه بنسبة عشرة في المية. عشرة وعشرة وخمسين. يعني انت حققت الهدف بدوائي بنسبة السبعين في المية. انت لسه ما اخدتش اي خطوة فعالية لتحقيق اخب بالك. ولا خططته ولا عملت اي حاجة. تقول ان انت عملت وانت كتبته. بعد ما كتبته. قدته اكتر من مرة اوقات مختلفة بما فيهم اكتر وقت. قبل ما اتنامت. بعد كده قعدت تفكر فيه. بدل ما انت مسلا بتسرح في حاجة كده او حاجة كده. لا اسرح في ايه? في الهدف بتحقيقك. اسمع بقى معايا الخطوة الاخيرة. يعني ايه بقى? يعني ابتدي حط الهدف بتحقيقه في الفعل تدريجيا واحدة واحدة. مش على طول. تمام? يعني انا لسه بقول انا عاوز اكون هدف ان انا اكون افضل تشاري موارد بشرية في مصر. هدف ان انا اكون افضل مدرب في مصر. تمام? طب هو لا ينفع ان انا بقى لسه بلق تدريب بارح. وهدف ان انا اكون اه افضل مدرب في مصر. والنهاردة كنا افضل مدرب في مصر. ده ما بيحصلش. ده كده احنا بتدرينا نخش في عالم ايه? في عالم الاوهام وعالم الاحلام ساموه زي ما انت عايزين نسموه. انما كل حاجة بتحصل تدريجيا بتحصل step by step. خطوة بخطوة. تمام? فيه ترك بقى حد اخبره منها وكتبها من شوية. فيه ترك حد اخبره منها? فيه حد كتب يعني انا واحد بييني كان فيه حد كتب. اه. احمد ما تولي يخبره من ترك. او حنان يخبره من ترك. تمام? تمام? بالزبط هو من واضح ان الكل اخبره. الخمسين والعشرة والعشرة والعشرين دول كان في المية يا شباب. تسعين في المية. بقى عشرة في المية. تفتقل العشرة في المية دولة فيه? الخطة. الانسان نفسه. التنفيذ. الرغبة والامكانيات. الترقل على الله. اسمع جابتها ايه? وبرضو صهر كانت كتبة جد فوق ربنا. فهو ده بالزبط. اولا الترقل على ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا كل اللي احنا المهمة دو نعمل على الاغز بالاسباب. سالسا ندعى ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت يعني لازم ربنا لازم تقوم يعني مسدد ومؤيد بالربنا سبحانه وتعالى عشان هدفك يضحق. طب احنا متكلم في هدف حلال ما يكونش هدف حرام. وبنتكلم في هدف اه اخلاقيا صح لمجتمعيا او اجتماعيا صح. يعني برضو حاجة مش عيد. اكيد. هو اولا واخرا على فكرة. يعني عايز اقولك على حاجة يا عمار ويقول للكل. اه اللهم لا حاول ولا قواتها لنا جميعا الا بك. فهي كده طب امرها. طيب عزيم جدا. نخش على الجزئية اللي بعد كده. سؤال تاني حضرتك. what is the goal setting purpose? goal setting purpose. اهداف او غايات وضع الاهداف. ايه الغاية من ان انا احط هدف? او احط مجموعة اهداف? ايه الغاية من ان انا اعمل الخطوات اللي انا عملتها بالكتب? ايه الغاية ان انا اجد الورقة وابتدى اكتب الاهداف فيها. احط الهدف ليه اصلا? ايه الفكرة? ماشي. لا 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 احسن من نفسي? يعني ايه لا احسن من نفسي? الوصول اليها? تحديد مصر العمل والوصول التحقيق والوصول التحقيق. ايه من الهدف وعدم التحرك بعشوائية? ماشي. تحويل الحلم الواقع? تمام? لقاء اصر اليه? واصبح ناجح حظيم. اه. حنان اكتبي اكتبي كله على بعض. اكتبي اكتبي الجملة كله على بعض عشان مش فهم انتي عايزة تقولي ايه? ايكزاندر بيقول عشان انا بقى سعيب. تمام? عمار تحقيق بكفاية وفعالية. ماشي. النصر الديني وامتي وبلدي ثم نفسي. عظيم. لا يكون لدي طريق. ليكون لدي طريق واضح ماشي. باسميني بتقول تحديد الهدف اوكي? معيك? حتى اوصل للغاية بافضل طريقة واني اوجد سبب الحياة بطريقة افضل. تمام? وصهر بتقول لو نفذ هدف الله من خلقي عظيم. احمد بيقول هو طريق. واحمد تاني برضو بيقول علشان اعرف انا مين وهنا عمل ايه? لان لو انسان ملوش هدف لا يوجد الحياة معنى. ماشي. اسميني بتقول عشان انا عاوز ايه? احسن من نفسي. جزاك الله كل خير. وصلت كده تمام. تمام? احسن من نفسي. ماشي. فاطمة بتقول جعل حياتي افضل بوضع اهداف وخطط لكل شيء في حياتي. تمام? ام يوصل بتقول يكون عندي هدف. يكون عندي دافعة. تمام? وفاعة بتقول انسان بدون هدف يساوي انسان بدون قينة. عظيم. احلم بتولي بيقول انسان بلا اهداف كالسفينة بلا دفة. كوهما ينتهي بهما المطافعة الصخور. شكرا لك يا احمد. عمار وايضا اشعال الرغبة حتى اصل للهدف. تمام? عبدالله بيقول لان الواجبات اكثر من الاواد. ماشي. درعون اعرضك صحيان. سهر بتقول من لم يشغل نفسه بالحق شغلته وهي بالباطل. باتفق معاكي طبعا. ومي بتقول حتى احقق حلمي. عظيم. شماع لتنظيم تحقيقة اهدافك في مستقبل افضل. ماشي. ان لم يكن عندي هدف فسكوا هنا في الاخرين. ماشي. من الاجي البدء في تنفريز. تمام يا طارق. زي الفل. حد حد يضيف اي اراء اخرى او اي ابوة اخرى بالنسبة للسؤال المطروح. عبدالله بيقول لان الواجبات اكثر من الاوقات فلابد من تحييل هدف. انا متفهم معاك. كليا. هو المفوض ان انا ما بتجاوب على السؤال ده. لما بيكون في لعبة معينة بنلعبها. بس طبعا النظر لان احنا في online chatting او online room. فمش حينفع ان احنا نلعب اللعبة دي. فحنخش على اجابة السؤال. على طول. الـ purpose او الغاية جماعة. تمام. هو حتى انا لو قلت اللعبة ايه مش مش هتحقل الهدف بتاعها. فهيبقى time consuming او استهلاك للوقت. عفوا. goals give you direction. بتدي لحضرك التوجيه. and keep you focused on. بتخلي حضرك مركز على where you want to end up. انت عايز سنتيني لفين. شايفين يا جماعة صوتي. خلينا نظر ان هدف اي حد فينا هو السلمة الاخيرة دي. تمام. وانت عند رأس السهم يعني انت في السلمة الاخيرة. اولا هي داتك الـ direction. داتك الاتجاه. يعني شاوك لحضرتك بالسهم وقالت لحضرك ان الاتجاه بتاعك هنا هو. انت عايز تروح هنا. انت عايز تدخل ينين. انت عايز تدخل شمال. ايا ياكم. تمام. وفي نفس الوقت. قالت لحضرتك انت المفروض تنتهي فين. تنتهي فين. اهو. انتهي عند السلمة الاخيرة. تمام. احدد بقى current position او موقفي الحالي او موقعي الحالي. انا فين دلوقتي من تحقيل هدف بتاعي. انا في السلمة الابل الاخيرة. ده المقصود بالبوربوس او بالغاية من وضع الاهداف. تمام. تديني direction بتوجهني. بتعرفني. ما بتسدنيش تايه. يعني انا ما جاء سأل حد عن تلاتين سنة او تلاتة تلاتين سنة. سبعة فدي هنا بتديه direction. تقول له روح ينين. روح الشماء. تقول له ربنا سبحانه وتعالى. ايه لو ما خلقتوا الجنة والانساء اللي يعبدون. يبقى انت هدفك في الحياة عبدت ربنا سبحانه وتعالى. ثم عمارة الارض. بما شرعه الله. يبقى ده كده هدف. تمام? وده كده هدف. انت فين بقى من ده? انت بتعبد ربنا ازاي? تمام? بتعبد ربنا ايه? بتعبد ربنا اشان تخش الجنة. بتعبد ربنا ازاي? ده كيفية. بتعمر الارض ازاي? ده برضو كيف? حد له اي اسئلة قبل ما ندخل في الجزئية. لحد هنا حد له اي اسئلة. قبل ما نخش في الستايلز. قبل ما نخش في الطايبس. متأسف. جزانة وايه يا كن نفهم. طيب. بما انه مفيش اسئلة ندخل على طول. الصوت يا عبدالله كبه مع الدعم. مستاذة ماريا ما بيبتشو فيه عبدالله ما عندوش صوت. يعني ممكن تكون حل المشكلة ايه. طيب سقطتين حضراتكم. ايه هي انواع الاهداف? ايه هي ممكن تكون انواع الاهداف من وجهة نظر شخصية ومهنية ودنيا وقتماعية. عزيم. هدف بعيد المدى وهدف قصير المدى شكرا لك يا حنان. تمام جدا. قصير المدى متوسط المدى بعيد المدى شكرا لك جدا يا احمد. احمد انت لنا الواضح انك خدت معي الكورس ده وابل كده. شكلك كده احمد انا تولي شكلك فيك بسرعة. تمام. طويلة ومتوسطة وقصيرة. تمام دكتور اسمايل. شكرا لك. اهدف فورية وستراتيجية. ماشي عزيم. هدف مهني وهدف اجتماعي. تمام. قصيرة ومتوسطة وطويلة. اهدف طويلة المدى. طويلة الاجل قصير الاجل ماشي اتفعنا. قصير ومتوسط وطويل برضو اتفعنا. ماشي تمام التصنيف ده اتفعنا عليه. هدف اريد وهدف بعيد وهدف واقعي وهدف هناك من حققته من حققه خلقه ماشي. تمام. عزيم جدا. حد احب يوضيف? اي اضافة. طيب عزيم جدا. مبدئيا هو انا مصنف الانواع لتصنيفين. او لنوعين رئيسيين. تمام? نوع بيقارن من حيث طويل الاجل او قصير الاجل او متوسط الاجل زي ما حضرتكم قلته وهنبتدي نتكلم عن كل واحد اللي واحده نشرحه. تمام? والتصنيف التاني بيقارن من حيث هل هو ثابت ولا هل هو مرن. وكان نفسي حد يقول اللي موضوع ثابت ومرن ده. بس هي مجدش تقريبا في بال حد فيكم. طيب نتخل على طول. عندي اول حاجة الشورت تيرم. الشورت تيرم اللي هو يعني ممكن في السورة دي بيقارن سكينة الصغنوة دي. حاجة قصيرة كده. طيب? يعني ايه? يعني فترة زمنية قصيرة جدا جدا جدا. ولو هنتكلم في او في التخصيص او في التحديد بتاعها موجودة في اكتر من مرجع باكتر من فترة زمنية. في ناس قلت لك ما تتعداش ثلاث شهور. في ناس قلت لك ما تتعداش ستة شهور. ده بالنسبة للشرط. في ناس قلت لك ما تتعداش الشهر. فانا ما يهمنيش هي فترة زمنية قد ايه. بس انا يهمني توصفها. يهمني الوصف بتاعها. يهمني ان هي فترة زمنية قصيرة. يعني انا خلال الشهر الجاي دوت خططي ايه? هدفي ايه? عايز اوصل ايه خلال الشهر اللي انا فيه ده? وخدوا بالكم بقى في حتة خلال الشهر دي بتفرق. لو انا طالب جامعة اول شهر عندي في الدراسة مش زي الشهر اللي اخره بداية الامتحانات. مع ان ده بالنسبة لي شورت وده بالنسبة لي شورت. خدوا بالكم نركز في الحتة دي. تمام? بعد كده الميديام تيرم. الميديام تيرم دي مرحلة متوسطة ما بين شورت تيرم اللي هي قصيرة المدى او قصيرة الاجل. وما بين طويلة الاجل او طويلة المدى اللي هاخدها. دي المتوسط بقى. متوسط الاجل او متوسط المدى. بالنسبة لي برضو قطالب الجامعة ممكن يكون لو هي فترة التلاشة شهور يبقى انا اول يوم عندي في الدراسة لما اجا افكر في الامتحانات او اقول مسلا هدف ان انا اجيب امتياز التيرم دوت يبقى ده بالنسبة لي ميديام تيرم. تمام? يعني هدف متوسط الاجل. انما لما اجا اتكلم اه ليلة الامتحان واقول ان انا نفسي اجيب امتياز في المدى دي. ان انا وايح امتحانه بكرة. يبقى ده بالنسبة لي شورت تيرم. تصيرا. اللونج تيرم احيانا بيسموها اللي هي الاهداف الاستراتيجية. لان دي دايما بتبقى اه لها علاقة بخطة سلسية او خطة خمسية. خطة سلسية يعني انت بتتكلم مسلا في مستقبل شركتك خلال تلسين قدام. بتتكلم في مستقبلك او في حياتك خلال تلسين قدام. انت شايف نفسك على السريل الشخصي كمان تلسين قدام عامل ازاي? شركتك كمان تلسين قدام ووضعها ايه في السوق? تمام? خطة خمسية انت شايف نفسك على مستوى الشخصي كمان خمس سنين قدي انا عمل ازاي شركتك كمان خمس سنين وابعوها ايه من الشركات المنفسة بالنسبة لها من السوق وهكذا عظيم نيجي بقى للفاكسد والفلاكسد والفلاكسد والتصنيف مش مشهور اوي ومش كتير بيتكلام فيه او ومش كتير عارفينه تمام الفلاكسد يا جماعة هو باست the only specific date او time يعني ايه يعني معتبض على فترة زمنية محددة او معينة الفلاكسد العكسه تماما ما فيهوش دي تمام يعني ده مخرج من المخرجات او حاجة انا بسعى للوصول اليها او حاجة انا بسعى لتحقيقها عظيم بس انا مش حاطط لنفسي فترة زمنية اللي انا مش حاطط فيه نفسي فترة زمنية الفلاكسد والخد بالك انما لونا حاطط فترة زمنية محددة اللي هو الtimed او ال time bound اللي حناخدها في الاسمارت كمان شوية ده بيبقى الفاكسد اوكي انا كده بريد اددتكو overview عن الخمس انواع نبتلي بورد من الكلام وانا كل واحد واحد فيهم لوحده الشيخ التالي بقول له حضرتها ايه ده حضرتها اهداف ممكن تكمل في المستقبل القريب شوية اسابيع او شوية شهور حتى هنا انا مش بحدد الفترة الزمنية اللي انزم بقولتها حضرتكم اللي فيها خلافة بعد كده الmedium term يعني بوصل لها ابعد شوية من الشورت بتاخد مني فترة زمنية اكتر شوية من الشورت تمام تمام and take longer to achieve تاخد وقت اكتر عشان قدر حققها بقول له حضرتك اللي فيها ده ممكن تكون اي سنة اكتوب سنتين عظيم تعال ابقى نشوف اللونج term اللي انا زي ما قدر حضرتك اسمها strategy goals او هداف استراتيجية goals that are more far reaching more far reaching يعني تحقيقها بيحتاج وقت اطول من medium term ووقت اطول من short term and take much longer to achieve فعلا بتاخد وقت اطول عشان تتحقق بقول له حضرتك هنا three years or more اقل من ثلاثة اقل من ثلاثة اقل من ثلاثة سنين انت كده نبتتكلمش عن short term goal انت كده نبتكلم عن medium term او عن long term ثلاثة في المعزيات انت كده نبتكلم عن long term متفقين؟ تعالوا نشوف الفيكسد ده الفيكسد بقول له حضرتك goals with an outcome فعلا هي لها مخرجات حاجة هتتحقق حاجة بسعى للوصول ايه that is based on متوقف على ايه او معتمد على ايه specific date and or time يعني ايه يعني وقت محدد او تاريخ محدد تعالوا ننزل نشوف الفيكسد بقول هنلاقيها عكسها تماما goals that have an outcome فعلا لها مخرجات حاجة بسعى لتحقيقها او حاجة عايز اوصل لها but no time limited يعني انا مش حاطت لها وقت يعني انا بتكلم كده يعني انا نفسي اكون افضل مدرب في مصر بس وسبتها عايمة كده محددتش خلال ثلاث سنين خلال ثلاث سنين خلال عشر سين محددتش طبعا ده مش صح لحد هنا في حد عنده ايه اسئلة؟ اللي عنده اسئلة يسأل وانا عندي السادس اجاوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ما عنديش ادنى مشكلة ده حاضر الفرق تاني ما بين السابطة والمتغيرة بكل بساطة يا صهر باز انا اياك يا مهن الفاكسد based on specific date or time يعني بقول انا عايز اوصل الهدف معين خلال كذا المفروض ان انا يوم واحد وثلاثين اتناشر عالفين واربعناشر ان شاء الله اكون احسن مدرب في مصر حددته بتاريخ معين هوا تمام؟ او بوقت معين كلا الخمس سنين من انه اقبل انا المفروض ان انا اكون احسن مدرب في مصر ده كلا الفاكسد الفاكسد اقول لحضراتك ايه يا مهن اقول لحضراتك انا اقول لحضراتك ايه يا مهن اقول لحضراتك ايه يا صهر ويقول الكلام يعني بخصص صهر لان هي اللي سألت السؤال انا حابب يكون افضل مدرب في مصر ايه يا احمد ما ردش ساكن برضو ما قلتش بعد يوم ما قلتش بعد شهر ما قلتش بعد السنة ما قلتش بعد اكتر متفقين؟ بأه هو اعتور هو اعتور هدف بس هدف غير كامل الصفات انا عارف يا حنان انت بتتكلمي يعني انا عارف بتسأل السؤال ليه حنسأل السؤال ده لان هي قبل كده برست قاعد السمارت فاحناخد في السمارت ان الحرف تي which has been time bounded يعني هدف محدد بوقت دي صفة من صفة الهدف اوكي فهو هدف غير مكتمل الصفات ولكن مهدف هدف المرن مدرسناش قرأتي عنها طيب يعني؟ طيب عظيم جدا اتمنى اللابس لو كان في لابس حصل عندك سهر يكون مش موجود او تزال دلوقت وتكون قدرتي تفهمي الفرقة بين السبتة وموضوع التغير شكرا لك يا فرمن شكرا لحضرت دور السريع عظيم جدا تمام سهر انت مرضيش علي فمعنى كده زي ما بقوله سوق تعلمت الرضا فانا بالنسبة لي كده انت خلاص الفرق هو وضح يعني هتدلوا اي اسئلة يا جماعة قبل ما ندخلنا الجزء الا بعد كده طيب عظيم جدا دي رسمة صغيرة كده رسمة دي برعان هرم بيبين لحضرتك الفرق بردون بالتلاتة تمام؟ هناخدها من القاعدة للقنة القاعدة بقول لحضرتك ايه؟ بقول لحضرتك short term goals او المني goals مسميها المني الحاجة السغننة تمام؟ شوف حتى الاحجار القاعدة صغيرة خالصة هو هنا مسميها stones عن فكرة تمام؟ او ميلي ستون اللي هي احجار يعني بعد كده الـ medium term goals intermediate goals كبرت شويه تمام؟ خد الفترة زمنية اطول خد بالك بعد كده long term goals او الميلي ستون goals تمام؟ الاتنين من فهم المعنى واحد او الكلمتين يؤدوا نفس المعنى اكبر في الحجم زي ما احد اقش افها في نفس الوقت بتاخد فترة زمنية اطول متفقين لحد كده كله بتدي شم اربعة عشان هنخش في smart او هنخش في الجد بمعنى اصح يعني نرجع تاني الشريحة السابقة نرجع تاني الشريحة السابقة مال ماشي نعيد الصورة تاني الصورة تاني بيفرق فيها ما بين ثلاثة انواع من الاهداف الاولين اللي تكلمنا فيهم short term قصير المدى بيسميه mini goals او الاهداف الصغيرة والmedium term بيسميه intermediate goal او الاهداف المتوسطة قدام حضرتك هاي متوسطة حتى في الحجم عشان يبينهانك بالصورة بعد كده الميلي ستونز اللي هي الكبيرة الضخمة العملاقة او long term اللي بتاخد فترة زمنية كبيرة حطت لك بس ثلاثة وحطت لك عجبوب اكبر في الصورة هونسا تمام ماشي يمفيش اي مشكلة ان انا هنا عشان اتسأل مرة اتنين والف وعشان اتجاوب مرة اتنين والف ومعنديش اي مشكلة اللي حضر معي قبل كده عارف واللي بيحضر اول مرة هو كمان لازم يكون عارف العافية يا فندق شكرا لحضرتك طيب اه حد يعرف يعني ايه smart goals حد يعرف يعني ايه smart goals smart goals حد يعرف يعني ايه smart goals الاوبطان دوله الاهداف الزكية ماشي مش هنختلف فلو معنا ام يوسف تمام محدد بزمن ويمكن قياسه قبل التحقيق طب انت كده بتتكلمي في ثلاثة بس هي اختصارات لصفات الاهداف تمام زي الفل احمد عنده مشكلة في الصوت طبع مع الدعم يا احمد الصوت يا جماعة بيتها لي شغال اللي عنده مشكلة في الصوت طبع مع الدعم مفضلوق سواءا حنانة أوه طيب خلينا ناخد كلمة smart smart ككلمة لوحدها من غير شايفين الدوتس دي الفور الدوتس او الاربع نقاط دول لو شغلتهم وكتبت كلمة smart على بعض هتبقى بالفعل الاهداف الزيالية ممكن تحمل معنى بس انا هنا مقصدش كلمة smart بمعنىها اللغة بمعنى ان هي زيالة انا اعني بالفعل ان كل حرف يلو معنى معينة او اقصد دي حاجة معينة في حد فاطمة كتبتنا محدد بزمن دي حقيقة ويوقن قياسه برضو دي حقيقة وقابل للتخطيق دي حقيقة وحكمل انا بقى الكلام ده حطيدي ايه افسر فيه واشرحه specific يعني ايه؟ يعني محدد لا مش منطقي logical منطقي specific محدد محدد يعني ايه؟ بقاش. ما اناش عارف الروح يمين. ما نش عارف الروح الشمال. او شوى ها يمش يمين. او شوى ها يمش يمش يمش. طبعا انا قدامة طريق ما حد ون فدنا نكلم على الطريق لا ماش علي. لو روح يمين. ولو روح الشمال. بكل وسطة. وتعالوا بس يعني ايه. ناخد لكل واحدة فيهم ايه هدف كتا. يعني ايه هدف محدد يعني. انا نفس اطلع ز بدرشوط. انا نفس اطلع طيار. انا نفس اطلع دكتور. وبلش كلمة نفسي عشان امره ما يلتبسش علينا انا هذا في اطلع دكتور هذا في اطلع مهنة اسأل اي حد من اخوتك او من اصحابك او من ولادك حتى في عدولي او في السنوي تمام؟ نفستقى تطلعي حميمي نفسقى تطلع دكتور يابا كل في الوقت نفسقى يطلع دكتور ونسبب موضوع دكتور دكتور ده كان عندي مدرس في السنوي كل ما يسأل حد في المجموع يقول له نفسقى تطلع دكتور فكان الجاري يسألني ويقول لي أنت نفسك تطلعي بقول لي أنفسك تطلعي بقول لي أنفسك تطلعي للدكتور قال لي والطلبة كلما يطلعها دكترة موان مين ليهيمسح الجزء بصراحة ومعها اخيالهم البلد كلما يقدر دكترة مش هيكون في أي نوع من حياة ولا أي نوع من أنواع التعامل محدش هيحتاج لحد في حاجة خلص ما أنت اللي عندك عندي ودراستك دراستي ولا هتحتاج لي في حاجة لما حد يتعطر عندك في البيت مش هتلاقي اللي يصلحها طيب ده كده الاسبسافيك بكل بساطة بعد كده الان موتيزمين ماجربل ماجربل يعني إيه؟ يعني قامل للقياس يعني أقدر أقيس الهدف بتاعي يعني إيه أقدر أقيس الهدف بتاعي؟ أنا أددتكم مسألة الاسبسافيك تمام؟ الدولي أنتم مسألة الماجربل كده لو حد عنده أي مسألة الهدف يمقى قياسه يتخبر يقول ما يا شباب تعليم اللغة ماشي تمام؟ أحسن مدرب وأحسن مدرب في مصر عظيم شكرا لك يا شرف تمام؟ أبقى دكتور ناجح مش دكتوره خلاص ماشي لأن النجاح يمقى قياسه عظيم جيه دكتور اسماعيل بتقولي يعني لو هده في أحفظ القرآن أبدأ أخطط كل يوم صفحة الاسباحة كله ماشي نتفق معاك تمام؟ عظيم فهو بالضبط زي ما حضراتكم قلت وكاد خلينا ناخد المسائل بتاعي أحسن مدرب وأحسن مدرب في مصر إنما بيت قلتلكو أنا هدف إنما أكون أحسن مدرب أحسن مدرب ستبتهلكو عيمة زي ما زي ما قلتكلم هي عيمة خالصة عظيم إنما لما بيقول أحسن مدرب في مصر كده تبتدت إيس ما هو أصل أحسن مدرب الكوكب فيه كتير جدا من المدربين فيه كتير جدا على مصولة أنا وقول له تلينرز وكوتشز تمام؟ فتحت إيس إزاي إنما لما تيجي تقولي أحسن مدرب في مصر أنا كده عدر إيس إيس بإيه بقى؟ إيس بالمقارنة ما بين حضرتك وما بين المدربين التانيين الماغنيين في مصر أو لو أنت أجد بك ما خصصت شوية وجيت قلت لي إيه عشان تبقى موريس بالسفل محدد أي أنا نفسي أكون أفضل استشاري موارد بشارية في مصر استشاري الموارد البشارية على مستوى مصر كلها أصلا معدودين فتيجي تقارن مبيني ومن أي حد من حضرتهم وده يتيبقى يسلوب الأسليم للطياس في الوقت ذلك بعد كده الـ A achievable achievable يعني قابل للتحقير حاجة ينفع أننا أحققها بمعنى ماينفعش يا جماعة أننا أبقى عطل ما بشتغلش قاعد في البيت أو بشحت شحات تمام؟ قاعد مدد إيدي في الشارع ولما تيجي تسألني أنت نفسك في إيه؟ وولاش برضو نفسك تيجي تسألني هدفك إيه؟ تمام؟ هون جاي أي لحضرتك أنا هدفي يا هدفي أنا هدفي أننا يكون عندي فيلا في مارينا وهدفي أنها عربية بي إما ياخد موديل وهدفي أنها يكون عندي 150 مليون دولار في البيت طيب في الوقت بحالتي دي بظروفي دي هل هو بالنسبة لي achievable قابل للتحقيق؟ ماشي أنا متفق معي بغد النظر عن بغد النظر عن النقطة اللي انت تكلمت بيه ده لاش موضوع الشحات خلينا حد عاطل ما بيشتغلش حد لسه فيهش بيادويت مثلا خديجي السنة دي فلسه مرقشه بغد نظر عن انه هو اقترب من شغلة أشرف الفكرة انه هو كده يعني غير قابل للتحقيق هو أصلا ما ينفع مش هيتحق انت كده زي انت بتقول هو بيحلم هو بيعيش دور أحلام الياقذة بغد النظر كمان عن انه هو غير غير يسعى هو أصلا غير قابل للتحقيق في حالته دي مبتلاش فعلا ياخد بالأثبات مبتلاش فعلا في مرحلة الساعة وحد نفس المسال في حتة الرياليستيك الواقعية البوز اللي تحق بس لما نتخطم المرحلة ده تمام؟ تعالوا بقى الهدف الواقعي او الهدف الرياليستيك واقعي الهدف الواقعي تمام؟ عايت اجبلكم مثال بس يبقى حاجة معبرة اوية عظيم جدا تعالوا نقول نفسي بلاش بردو نفسي تعالوا نقول هدفي اكون افضل مدرب في الوطن العربي هو انت شغال يا مستر احمد انا شغال محاسب متشغال دلوقتي محاسب عايز تبقى افضل مدرب في الوطن العربي مش بس في مصر ولا بس مثلا في القاهرة واحدها هل ده رياليستيك؟ ده واقعي ده كده في الحل دي مهوش واقعي انما لما ادي اقول حضرتك انا حد مثلا بقى خمس سنين او اكتر في سوق الترينيج تمام؟ في مصر بحضل ربانه اسمي المعروف في كل مصر فانا حابب ان انا فترة زمنية معينة ودي اللي هنتكلم فيها في اللي بعدها اكون افضل مدرب في الوطن العربي ده كده بالنسبة للرياليستيك هدف وقائي دكتور اسماييل بتقول انا مش مؤمنة ان في هدف غير قبل التحقيق طيب نفسك تخشي الجنة وصل للمعنى الحمدلله بس بربعشان لو في حد عندك نفس المشكلة وخايف يتكلم هسألك سؤال تاني نفسك تخشي الجنة مش ممكن ان اقدر الله ربنا يا رب يحفظك ويحفظنا جاوبيني ممكن ولا مش ممكن عوزه بالله طبعا يعني عوزه بالله ربنا يحفظنا ويحفظك بس انا بتكلم ممكن ولا مش ممكن احتمال وارد ولا مش احتمال وارد بس هي دي الفكرة طالما هو احتمال وارد الله ينور عليكي طالما انت كده كتبت احتمالي يبقى انت كده اقصنعاتي بالكاله ممكن يكون هدفه ما يضحقش علي ربنا سبحانه وتعالى وان يقدر ده ايه المشكلة يعني جماعة هو في الاول في اخر كله قدراني واحنا معمولين بالاغرب الاسبت اخر حاجة بقى اللحنان كل شوية تتكلم عليها اللي هو ال time bounded او time bound تمام time bound او time bounded what is the difference between a and r حلو السؤال ده امام ايه يعني achievable قابل للتحقيق r يعني realistic هدف واقعي يعني ايه بقى achievable يعني حاجة اقدر اننا حاجة اقدر اصحى اقدر اخذ الخطوات اشرحها اها realistic يعني حاجة واقعية بمعنى تعالين اقول انا هدفي انما اخرج برا المجرة بتاعاتنا دي تعالى واشوف المجاره لي جانبنا دي اخبارها ايه ده كده واقعي له كده realistic اقصى طموح الانسان ان هو بعت روبوت اعاذ مركبة تضائية للمشترى لكوكي المشترى مش عارف اهلك الرحلة خدف مش عارف كم واربعين ولا kinutр خمسين سنة رايح وكم وخمسين سنة جاي autres ده وكلة ناس اللي بتقول الكلام ده مش انا اللي باقولو طمان فهل ان انا لما يبقى حلمي حلم زي ده او هدفي هدف زي ده كده رياليستيك. ده كده وقاية. طب يعني بالعقل بالعقل يا سمايل بس بالعقل بالعقل. ده كده وقاية. اقصى اقصى حاجة حصلت ان انت روحت المشترى. فمش عارف كم سنة راحة وكم سنة راجعة. ده ده المركبة بتاعت الفضاء دي يعني. تمام? فلما اجا اقول لك حاسب المجرة كلها بكل المجموعات الشمسية اللي فيها بكل بمجموعاتنا احنا الشمسية بالكواكب والامار بالدنيا دي كلها وهروح في حتة فاني. ده بالنسبة لك انت كده شايف فاريليستيك. انا على الناس يشايفه لأ. طيب. ما انت متفق معي ترى ما قلت لأ. اوه عظيم. وضح الفرق اوماين ما بين الاي وما بين الار. عشان ما يكونش بس الامر ومتبس عليكي. اتس نتزا سيم. لا مش زي بعض. مش الاتنين واحدة. انا وضحت الفرق دراء. تمام? لما اجاول انا محتاج ان انا اروح بلوتو. ماشي. ممكن ان انت هتروح بلوتو. على اعتبار ان انت روحت المشترى. تمام? فارق اترات اوارضع كواكب. في نفس المجموعات الشمس انما اخرج من المجربة وروح مجربة تانية. لا. ده كده ناط ريال استغير ويقائي. وصلت. اتمنى فان انها اقتنى وصلت. تمام. ترى ما كنتي اوكي. انا كنت ترى من تانية وصلت. عظيم. التية دراءة. which is mean time bound. time bound يعني اللي حناني بتكلم فيها من اول محاضرة. من بداية محاضرة بتاعتنا. محدد بهدف. متأسف. محدد بtime او محدد بوقت. او مقيد بوقت. مقيد بوقت او محدد بوقت. يعني ايه? يعني انا هدف ان انا اكون افضل مدارد في الوطن العربي خلال خمس سنين. هدف ان انا اكون افضل مدارد في مصر خلال ثلاث سنين. هدف ان انا اجيب العربية المرسيز خلال ثلاث سنين. هدف ان انا يكون عندي كزا وكزا وكزا او او اوصل لكزا وكزا وكزا. خلال كزا. ودي غلطة ضيعت كتير على فكرة. ضيعت ناس كتير قبل كده. يطلع طبعا بيكون وصل مثلا الحالة من حالات الانتشاء والسعادة وبتاع. فهيبتدي يقطع وعود. وانا هعمل وهسوي وهسوي. انت ما يحددش. طبعا دي كارسة بكل النقيس خلاص. انو كده كده اصلا قطع واعده هو مش قده. تمام? ساعه لو نرجع لها تاني عندنا. ايه. قل لي مسلا انت هتفك ايه ايه? لا اقل لها انا هدف كزا. هدف ان اكون اخضل لعب كرة. هدف ان انا اكون اخضل لعب كرة. في العالم عزيم. يعني هتبقى حاجة زي كريستانو رونالدو كده. تمام? يقول لك اه طبعا. هو كريستانو يجي ايجام باساس. هو احدد امتى? لا محددش امتى. يبق كده not time bound حد لو اي اسئلة في smart قبل ما يخش في الupdate بتاعها smarter شباب حد عنده اي اسئلة بزاك الله كل خير يا أشواء شكرا لكم انتم على حسن المتابعة طيب الناس كتير جدا من اللي بتشتغل الكورس دو تتكلم على smart ما بتتكلمش على smarter ممكن ما بيكلموش على smarter لانهم لسه ما وصلوش ل smarter او ما عارفوش ان هي تعملوها update كمان او شيء من هذا القبيل فsmarta دي هتبقى جديدة بالنسبة لكتير من الناس شيء ما بتقولي سايز انجلش اكس Parashions once again pls اوكي as which means specific محدد m which is mean measurable قبل لقياس o which is mean achievable قبل التحقيق r which is mean realistic وقي t which is mean time bounded او time bound يعني مقيد بوال لـ smarter شايفين شكل عائد البشري كل ومضة من ومضات عائد البشري اللي احنا شايفين قدامنا دي عشارة معاين حد عنده فكرة smarter ممكن تختلف عن smarter في ايه او الupdate ممكن يكون ايه هيا يا شباب. انا عفو يا شباب. شكرا لك. حد عنده اي حاجة عايز يقولها. حد سمع قبل كده عن ال E وال R. executive and repeated. طب executive تنفيذي. وrepeated يعني متكرر. ليه اشرف اخترت executive وrepeated. لا مش صحة طبعا. طيب من الواضح احنا مفيش حد عنده اي اضافة. طب هاضف لك وانا اضافة دي. نركز بس مع بعض. S specific تكلمنا عليها. M jirable تكلمنا عليها. A achievable تكلمنا عليها. R realistic تكلمنا عليها. T time bounded او time bound تكلمنا عليها. انضف لها الابدل بتاعها ان هو يكون حاجتين. E ethical. ethical يعني اخلاقي. وحنتكلم يعني ايه اخلاقي دلوقت. R يعني recorded. recorded يعني يكون مسجل. مسجل يعني مدون. تمام? ethical يعني ايه? يعني اخلاقي. يعني ايه اخلاقي. يعني المفروض ان لو هكلمكم عن مثلا حاجة اللي هو متخصص فيها. فيه حاجة اسمها business . business assets. business assets اللي هي اخلاقيات مهنة. ادارة الاعمال. ما ينفعش ان انت تخرج برا الاسكس دي. لانك لو خروجت برا دارة الاسكس دي. انت كده هدرك الشغل. حاجة اسمها dirty works. dirty works. اللي هي ايه? الاعمال القذرة. والاعمال سلي في اللغز يعني. تمام? انرجع من القول الاسكال دي. ممكن تكون مسال حرقاوي. احد فيكو يسمع عن نيكولا ميكفالي. اه على فكرة الشايماء هي الاسكس هي المورالز على فكرة. اللي هي الاخلاقيات. هيا يا جماعة حد فيكو يسمع عن نيكولا ميكفالي. طيب عمدت عن نيكولا ميكفالي يسمع بمادة ارغاية ورا الوسيلة. وطبعا هو عرض الاباية وقتد بيه لانه هو عصم حد مش مزبوط وما تنلحد يا زيان بالله يعني. طمام. اه يعني ايه رغاية ورا الوسيلة. يعني انت محتاج ميت الف جنيه. تروح تقتل صاحب الشركة انت شغال فيها عشان تاخد الميت الف جنيه. او تقتل اللي هو مسؤول الخزنة. تمام? عشان تخش تسرق ميت الف جنيه من الخزنة. هدف حضرتك ايه في الوقت ده? هدفك الحصول على مبلغ ميت الف جنيه. وسيلتك لتحقيق الهدف ده ايه? انك قتلت المسؤول عن الخزنة ويسرقت الفلوس من الخزنة. في الحالة دي ده ان يكونوا ميكفالي يقولك اه ما عندوش اي مشكلة لان في الحالة دي غايتك تبرر وسيلتك. تمام? الغايت تبرر وسيلتك. طبعا الكلام ده مش منضبوط والكلام ده مش صح. خالص. تمام? اسمه نيكولا ميكفالي. نيكولا ميكفالي. تمام? وانصحك ما تدورش ما ما تدورش عصيرته ايه. نصيح الواجه اللي. هل في الوقت ده الهدف بتاعي? اثيكل? لا مهوش اثيكل. والمطر اوفوي يعني هي لها علاقة بالطريقة. الطريقة اللي انا وصلت بها للهدف ما هيش اسيكل. كتير جدا من الاناتي يقولك ايه? انا اتجر في المخدرات خمسة ست سنين. اعمل مثلا من اول خمسة ستة مليون. وبعد كده اروح ايه? ادخل الفلوس دي في شركة غسيل اموال. اطلع رجل اعمال. انت هدفك ان انت تعمل ايه? انك تبقى رجل اعمال. بس الوي اللي انت اخترتها عشان تقول رجل اعمال. اصلا ووي حرام شرعا ومش مزبوطة اخلاقيا ولا اجتماعيا. ده كده. هدف غير اخلاقي. نتكلم عنه حد عنده اي سؤال في الاسيكل قبل ما اخش على ريكوردد. يا شباب حد عنده اي سؤال في الاسيكل. طيب من الوضع احنا ما فيش حد عنده اسيكل. ريكوردد يعني ايه? ريكوردد يعني مسجل. مسجل يعني مدون. مسجل او مدون يعني ايه? يعني مكتوب. يعني ريتن. ريتن بقى في ورق ريتن في ملف وورد. ريتن في ريتن قابيرايت او حق ملكية فكرية مسجل باسم حضرك في الشهر العقاري. المهم انه هو ريتن وخلص. نعم? طيب يا ريتن بزاك زي ما شامعك. ده زي انا وقياك يا حمد يا محروص. حد عنده اي سؤال يا جماعة في سمارت او في سمارتر قبل ما اخش على الفريم. ندخل على الفريم على طول. ربنا نجزي كل خير. طيب. ها ما حدش عنده. طيب زي نخش على طول يعني. عندنا حاجة اسمها. كل حرف من الفريم بيمسح. الاول كلمة الفريم يعني ايه? يعني ايه? اطار. تمام? حد ايكتب حاجة تانية. بسم الله. بسم الله. بسم الله. تمام صوت يا جماعة? طيب عظيم جيبا. اخر سؤال سألته كان يعني ايه فريم? حد عارف يعني ايه فريم? يارضي يكون فريم كلير على طول. ماشي. ممكن غلاق. ممكن غلاف وممكن اطار. specific frame يعني يصير محدد. اوكي. متفقين. بالضبط ما هي قدام حضراتكم ايه? ايه انا. لا بس انا الاول بسأل عن المعنى اللغة عشان اباين لحضراتكم ان انا هنا مقصدش بيها المعنى اللغة ولكلمة. اقصد بيها كل حرف يعني عندي حاجة معين. طيب. خلينا نقول. عند ال-f which is mean fantasize. عند ال-r which is mean reality. عند ال-a which is mean aim. ال-m which is mean missile. ال-e which is mean evaluation. fantasize يعني تخيل. reality يعني واقعية. ايه? ما فيش مشكلة يا شيما اكتبي عربي اكتبي انجليزي يعني ايه? بفضل ربنا ما اصلا خذيك تغير انجليزي فما تقلعيش. بنعرف الكلام انجليزي بنفوك الخطة في انجليزي يعني. اللهم مستعم. طيب ناخدهم واحدة واحدة كده يا شابب. ال-f قلنا which is mean fantasize. وقلنا الفنتصيز يعني ايه? يعني اتخيل. بقوله حضرتك هنا ايه? بقوله حضرتك. dream your widest dream and make sure that your goals match your values. يعني ايه? احلم اكبر حلم انت ممكن تحلوه. خده لك دايما يقولك احلم حلم كبير عشان لما يصفصف يصفصف على حلم صغير. انما لو حلمت حلم صغير لو صفصف خيصفصف على لا شيء. على nothing. فده المقصود. يقول الله حضرتك. dream your widest dreams. احلم اوسع احلامك. and make sure تأكد that your goals. اهدافك. match your values. بتقابل قيمك. كل حد في نفع حياته مجموعة من القيم. القيمة دي ان انا ما ينفعش اسرق. القيمة دي ان انا ما ينفعش اعمل الحاجة الفلانية لانه هي حاجة حرام. القيمة دي ما ينفعش من اعمل الحاجة الفلانية لانه الحاجة بيعيب. دي كلا قيمي. فلازم الاحلام بتاعتي تكون وفق القيمة. واتأكد من حاجة زي. الثاني حاجة تبتلي تسأل نفسك مجموعة من السئلة. ask yourself. تبتلي تسأل نفسك. what do you want to be doing in one year. حابب تعمل ايه خلال السنة الجاي. عايز تعملي. سؤال كمان تسألون نفسك. five years. what do you want to be doing in five years. عايز تعمل ايه خلال السنة جاي. متأسف خلال الخمس. what kind of person do you want to be. عايز تكون ازاي. شايف نفسك عامل ازاي. هقولك حاجة هي ما لهاش علاقة بالكورس قوي. احنا بنشتغلها او بنتكلم فيها في كورسات تانية. بس الشيء بالشيء يذكر. حاجة لها علاقة بال left side brain وال right side brain. الجزء الايمن من المخ او الفص الايمن من المخ والفص الايسر من المخ او الجزء الايسر من المخ. من المفترض ان الفص الايمن من المخ هو اللي مسؤول على عملية imagination او التخيل. هلان? من الالوام بقى للاشكال اللي تصور الى اخيره كل ده في imagination. الجزء الشمال خاص بالlogic بالمنطق. العمليات الحسابية والعمليات المحاسبية الى اخر اي حاجة منطقية. انتفقين? عظيم جدا. فالفانتسايز او الجزء الاولاي من الفريم ده كله عامل من عوامل تشغيل الجزء الايمن من المخ. دي منعطي لان عصات اه او اقولكم دعوان. في اي سؤال في الفانتسايز او المخشة في الرياليتي? هيا يا شباب في اي سؤال? طيب عظيم. طيب يا اشرف موضح اكتر. مفيش اي مشكلة. انا بقول لك في حتة التخيل دي مطلوب منك ان انت تقعب مع نفسك. مش فقطك طبعا. مكان زي ما بقولك كده الخضرة والسمة الصافية. او تقعب مسلا على القرنيش قدامك البحر قدامك السماء. موقف يساعد على التأمل وعلى التخيل. وبتتسرح بعائلك وروح بخيالك بعيد. لا ابعت حاجة ممكن تحلم بيها. واحلم بيها. اللي هو الوائد دي 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 دي. اوسع حلم. او اوسع مجموعة احلام. تبع? وبعد كده تأكد ان الاحلام اللي انت حلمتها دي تكون طبعا القيم بتاعت حضرتك. يعني ما فيش حاجة فيها اخلاق او ما تتماشيش مع العرف السائل في المجتمع. تمام? وبعدك هل ترسأل نفسك. بعد سنة ازاي? بالضبط زي اليوجا وجلسات الاسترخاء. الى اخير. تمام? بعد سنة انا عمل ازاي? بعد خمسة انا عمل ازاي? انا عايز اكون ايه بعد سنة انا عايز اكون ايه بعد خمسة اكروبز انجليل دي ديمز او الاحلام اللي انا حلمتها قبل كده دي. ماشي? وضحت كده? تمام? زي فوق. التايم لاين سيرابي او العلاج بخط الزمن هو مش بالزبط. مش بالزبط. مش بالزبط. مش بالزبط لان التايم لاين سيرابي داكل في القصة تانية خلص. التايم لاين سيرابي والهيبنوزيس التنوين بالايحاء والقصة دي. يعني المجال ده او الحد الجزئية دي ده داخلها في قصة تانية. تمام? لا هو مش مماسل. هو مختلف. بس اللي هو اللي هو الان البي البرمج والغلال العصدية والهيبنوزيس التنوين بالايحاء والطايم لاين سيرابي. نعم? وما على شاكلة هذه العلوم دول في جنب لوحدك. يعني ممكن انا وانت يبقى نتكلم على الفيسبوك او على الايميل. اه في حوار عن انفراد خاصة بيني وبنفل ان انت تنشط الجزء العين من المخ وتشغل الخيال. طب يا سيدي. انت انت المهنتز يا سيدي. بعدك ده جمعان رياليتي. ربنا يا عزك رب جزاك الله كله. بعدك اقوم رياليتي. خد بالك بقى ان الخيال ده ممكن يضحق ويعني ويكون واقع. ممكن يبقى واقع. can become رياليتي. الخيال ممكن يتحول الواقع. بس خد بالك بقى انه هو dependent on how hard you are willing to work for them. انت قابل تشتغل قد ايه? عندك عزم قد ايه? عندك طاقة ايجابية قد ايه? علشان تقدر تحول الخيال ده الواقع. تعالوا نرجع زمان ونقول. فاكرين اه ارجعني مثلا كده 200-800 سنة. كان فيه اختراعات من التلفزيون؟. لا ما كانش اختراعات من التلفزيون. التلفزيون كان مجرد حلم. بدقا تبقى في التلفزيون. 200-800 سنة كان فيه انترنت كان فيه وورلد وايدويب? لا كان فيه وورلد وايدويب. كلم دي كانت مجرد احلام. وقبل ما تبقى احلام كانت مجرد تخيلات. وحاليا كله امر واقع. السمارتفون. السمارتفون او التاتشنج التاتشنج تكنولوجي. من 20-30 سنة كان حد يتخيلها. ما كانش حد يدخل. 20-30 سنة دي اصلا ما كانش رسل موبايات نزلة مصر. وكان كل موبايات اللي في العالم اكيد انتوا عارفين اشكال موبايات القديمة كانت عاملة ازاي. وده وقت الدنيا كلها شغيلة للسمارتفونز وتاتشنج تكنولوجي شغالة. فيه بعد كده حندا اسمها او بعد كده من ارمسا. لو صح التعبيد يعني انا مش مشكلة بالزبط التعبيد الزكاء الاصطناعي بالانجليش يعني تمام؟ ده يطور فيه دي اقت ممكن بعد 200-300 سنة يكون امر واقع. فهي دي فكرة. بس ودوة اللي انا حابب ااكد عليه انت عندك طاقة ايجابية تقدر تشتغل بها قد ايه. طموحك وصل لحد فين. هتقدر تشتغل ولا مش هتقدر تشتغل. لو هتقدر تشتغل هتقدر تشتغل لحد فين. هتوصل لنص مشوار وتقف. هتوصل لربعا مشوار وتقف. هتوصل لربعا الخيال لحقيقة واقعية ملموسة. وضحت البوينت دي. طيب عظيم جدا. ندخل على الايم. الايم يعني الهدف. والجوي يعني الهدف. والاثنين معنا واحد. بس الايم هنا خدارك بيقول لحباك تحتها ايه? ربنا يخليك يا شمال. شكرا لك. اول حاجة اعرف اهدافك. تعرف عليها. باي. سترايكينج بالانس. يعني اوش هالي حالة التعادي ده. خد بالك الكوليكوريان. وبالانس الاثنين واحد. بتم فانتازيا. تمام? ما بين الخيال. اند رياليتي. يعني ما بين الخيال وهو الواقعية. ده بيتم من خلال ايه? او ده بيحصل من خلال ايه? حدد اهداف حضرتك. عن طريق ان انت توازن ما بين الخيال وهو الواقع. من خلال ايه? او عن طريق ايه? عن طريق ان انت بتسيت اهاي ضقت اهاي بوت رياليستيك جول. يعني الهدف اللي انت بتخطه بيكون عالي الحقيقية. يعني ايه عالي حقيقية? عالي الواقعية. بلاش الحقيقية دي لان الحقيقيات اللي مش مشهورة. وهي جاية من طرق اساسا او. ما نشدع بطرس فولنس. لان هنا برياليستيك. عالي الواقع. وصلت يا شباب بالنقطة دي لان نقطها تاني. طيب عظيم جدا. بتحدد هي برضو تاني باختصار. بتحدد اهداف حضرتك عن طريق ان انت بتوصل لحالة التوازن ما بين الخيال وما بين الواقع. بان انت بتحدد اهداف عالية الواقعية. انت فيقين? الحرف الامو تشيزنين مسود مسود يعني الوي او الطريقة. تمام? بقوله حضرتك بي ترستفل يعني خليك واسط. ثقف نفس. بعد كده. يعني حدد اهدافك. يعني ايه? يعني ايه الاولى بالتحقيق درية. يعني لو انت حابب ان انت تخلص حاجة والحاجة دي. ما انتش قادر تخلصها. اطلب مساعدتي. مش هنخل عليك دي مساعدة. اطلب مساعدة اهلك. مش هنخل عليك. اطلب مساعدة ايا كان بقى. يعني لو مسلا بالكلام ذاتي على سبيل الصداقة اطلب مساعدة اصدقائك. على السبيل القصري اطلب مساعدة والدك والدتك واخوتك او زوجتك ولادك لو انت متزوج او لو انت واحدة ستي لازوجك ولادك ايه لا اخيره. تمام? على السبيل المهني انت شغال فريق اعمل اعضاء فريق اعمل اللي معك. موديلينك. لو انت رجل سوبروفايزر مرقوسين بتلوعك. ايه لا اخيره. تمام? فالسبيل المهني انت شغال فريق اعمل. اعضاء بيصاب من نوع من انواع الكبر اللي هو لا ما ينفعش ان انا اخي المساعدة. لا. على فكرة انت ما انت شغال بالك. ده انت انت عليك كأن. تطلب المساعدة. تمام? فنرجع وانية التاني. بعد كده بان انت تحدد اختياراتك وتحدد اهدافك تمام? اللي انت هتعرف حاجة فيها او هتوصل مثلا للنسبة معينة وطور. اسك فوهيد. اولوز اسك فوهيد. بخاليها جولدين بقول عندك كده. قاعدة زهبية. اولوز اسك فوهيد. تمام? لا كيفية الحصول على الطاقة دي حاجة اسمها البوزيتيف انيرجي ده كورس تاني خالص. يعني لو انت بنحتاجينه ممكن امسق مع ادارة الاكالمية ونعملوكم مرايب ان شاء الله. الاوقاتهم والوقتي. انما مش مجال الوطور اللي انح نتكلم فيها. ولكن انت حارب تقرأ فيه ستواصل معي وانا ممكن اديك اديك حاجة تقرأها. ما فيش اي مشكلة. بعد كده الله مستعان يعني. بس انتوا عارفين انا عناية ليكم مش مش قضية. اللهم امين. اللهم امين. احنا واياكم يا رب ان شاء الله. اخر حاجة خالص بقى. اي واتش اسمين افالويشن. افالويشن بقول لحضرتك فيها ايه. بقول لحضرتك فيها عملية النتائج بقى. but don't make it the last step. خط بالك. ما تخليهاش دايما الخطوة الاخيرة. افالويشن شود بي انجوينج. ودي مهمة جدا وخطرة جدا جدا جدا. انت ممكن تيجي في حتة الفرين دي تتخيل وبعد ما تتخيل تحاول تحقق الواقعية وبعد كده اما تيجي تحقق الواقعية وتشتغل عليها. تحاول تعمل بلانسين او توصل لحالة التوازن ما بين التخيل وهو واقعية. وبعد كده تختل طريقة كويسة جدا. هتتعصر او هتتعرقل او هتوعف النصف او جاي طالب مني مساعدة اساعدك. وفي كل الخطوات دي انت بتعملش افالويشن. ما بتقيمش. وطبعا ده غلط. لازم بعد الكل. بعد كده بتعمل افالويشن. افالويشن بعد الفنتسايز. افالويشن بعد الرياليتي. افالويشن بعد الاين. افالويشن بعد المسوط. افالويشن هي تقيم بزبط. انتوا تقيمه. تمام? اذا افالويشن هي عملية الريزلتس. عملية النتائج. but don't make it the last step. او هتخليها الخطوة الاخيرة. متفقين؟ ما تخليهاش الخطوة الاخيرة. عظيم؟ دايما خليك مقيم. مقيم بعد التخيل وبعد الواقعية وبعد الهدف وبعد الطريقة. حدلو اي اسئلة في الفريم. عشان احنا تقريبا بنفنش يعني. حدلو اي اسئلة في الفريم يا شباب. ايه الفرق ما بين ايه و ايه? لأ حاجات كتير جدا. حاجات كتير جدا. حاجات كتير جدا جدا جدا. فرقات كتير جدا ما بين صفات الهدف وبين اطار الهدف. صفات الهدف اتكلمنا في انها سمارت وبعد كده بعت سمارتر. صفات الهدف. لأ حاجات كثيرة. وإلا يكون هدف ناقص في صفة من صفاته. تمام? إنما اطار الهدف ده الاطار المفروض يحدد ويبطي تنفيذ الهدف على اساسه ومن خلاله. دي بكل بساطة. اه في جانب التطبيق ده اللي انا قلته بالزبط. وصلت? تمام. يعني انا الوقت عندي يعني لما ناخد المسال هتوضح اكتر. طيب الحمد لله انها وصلت. وهتوضح اكتر لما ناخد الامل اللي انا حط اطولكم. وهو المسال الجاية. اه حد عنده اي اسئلة تانية يا جماعة غير smile. لا. ما بيعنيش الكاركترستيكس. ما بيعنيش الصفات. الفريم يعني الاطار. لا حاجات كتير من الصورة اللي محتوطة هو البرواز بقى. ابيض والسود والالوان لأكل. ومن انا بتقول الافلوشن شوض بي. الافلوشن شوض بي in every stage. في الفانتاسايز stage. وفي الرياليك stage. وفي الايم stage. وفي المسود stage. وفي الافلوشن. ايه وعينا. حد لو ايه اسئلة يا شباب قبل ان ندخل على المسال. no clear please repeat. طب اعيد ايه. اريبيت ايه بالزوت وانا هريبيت. السؤال بتاع الافلوشن. بص اي فانت. او حاجات كتير في الاحلام بتاعتي. بتبقى القيم اقول لا لا. ده تقيم ان انتي تقارني من بين احلام اللي كما بين القيم وتشوفيها ان هي matching مقابلها او غير مقابلها. ده نوع من انواع بالتقييم. تبتلي تسألي نفسك. هو انا عايز اعمل ايه بعد سنة. وتلاقي اجابة السؤال. عايز مسلا بقى احسن مدرر في مصر. تيجي بعد ست شهور من السنة دي. تقيمي. وصلت بنسبة خمسين في المية لتحييل هدف. ولا ما وصلتش. لو لقيت نفسك بعد ست شهور اللي هي نصف الفترة الزمانية وصلتي خمسين في المية بقى انت نجحتي. اكتر من خمسين في المية بقى انت نجح نجاح باهر. اقل من خمسين في المية بقى كده فيه حالة الفترة. نفسي خلال خمس سنين اكون اهضل مدرر في الوطن العربي. وصلنا سنتين ونص بعد الخمس سنين ووصلت بخمسين في المية لنسبة تحييل هدف. انا كده تمام. ماشي صح. اكتر من خمسين في المية ده نجاح باهر. اقل من خمسين. لا حاجات كتير من رحلة التخيل. بعد كده كده مرحلة الوقائية الرياليتي. تمام? كل حاجة انا بابتدي اشتغل عنيها ابتدي اقيمها. احنا مش اتفاقنا ان انت يكون عندك الويلنج او القدرة للهارد وورك عشان تحول الفانتازي او الخيال بالرياليتي. فكل خطرة انت بتاخدها من الهارد وورك اللي حضرتك بتعمله ده. تمام? بتقيم. بعد كده الايم. اللي ايه حالة البلانسنج? حالة التوازن او التعادل ما بين الخيال وما بين الواقع. ابتدي برضو قيمها. هو خيالي اوي ولا زي خيالي اوي? بقيم اصلا ايه? بقيم يعني الاهداف العالية الواقعية اللي انا حطتها. الاهداف الواقعية قوي اللي انا حطتها دي. بعد كده النسود الطريقة ببتدي اه اشتغل في تاسك معينة. هتعثر او هتعرقل فيها ابتدي اطلب المساعدة من المحيطين دي. اه? ابتدي تتم مسلا حاجة معينة او خطوة معينة فيها اقيم خطوة دي. هل هي حصلت كما ينبغي ان تتم ولا ما تملكش كما ينبغي ان تتم. وبعد كده مرحلة الاكلار ايه افلوشن الرزل تبقى. وصلت للنتائج اللي انا محتاجها ولا ما وصلتش للنتائج اللي انا محتاجها. وصلت الامامة اي ثان كان كده اوليس كدير. اوليس كدير ان شاء الله ايه. دي الول كمين تعاني. تمام. زي في. حد له اي اسئلة تانية اللي اخش على الاكزامبل على طول. طيب عزيم جدا. من الوضع انا ما حدش عنده اي اسئلة. واي اياك يا فاند بربونا جدينا واي اياك. لا حاجات كديرة المسائل. خلينا نقول ان لا حاجات كديرة. اعطيت الاف. ان انا احصل على وقب. بست سكر. افضل هدف. ان ماي سيتي. في مدينتي. دي سيور. السنة دي. تعالوا لقى ان قارن الهدف ده بالنسبة لل. سمارت. اول حاجة انا كنت محدد. لان انا قلت سكر. اما قلتش انا مسلا اه ان انا وحتى لو تقول افضل طريب. انت بي مورس بسيفايد. يعني افضل طريب الجراح والارض الطريب بطنة والارض الطريب اطفال والارض الطريب بالزبط. بعد كده ماجرابل. ماجرابل بست سكر. لان هي فعلا. ينفع ان هي تقاص. يعني هيحصل مفضلة ما بيني وبيني العيبة التانية وشوف انه فينا افضل. والافضل هو اللي بقى من حقه الحصول على اللقب في الحرق دي. بعد كده اكشيبابل. اكشيبابل بايه بقى اهدف الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليها. الريزنز الاسباب. الفيتنس اللياقة. الى اخير بقى. ابتدى اتدرب مرة انا اروح الجيم ولو بتدرب ساعتين في يوم اخليس ساعتين ثلاثة الى اخير. تمام? لان انا ما قلتش في العالم. ما قلتش انا عايز ابقى كريستيان ورنالد وانا عايز ابقى اليونيل ميسي. لا انا قلت في مدينتي. يعني انا كده رجل واقعي. لان انا قلت السنة دي. تمام? ليه هو اسكل؟ لان هدف ليجل. انا مش هقتل حد. ولا هسرق حد ولا هغتصب حد. تمام? ده هدف ليجل. ده هدف قانوني. شارعي. ليه? لان هو كل بساطة يا جماعة ريتن. هو مكتوب. بالزبط. اه هدف مشروع. تمام? لان هو زي ما قدام في حضرات كهوات هو. مكتوب. تمام? لا حاجات كدير. الفريم. انا اددتكم مثال على السمارتر هو. مين فيك يديني مثال على الفريم? يكتب لي مثال على الفريم كده ويحدده لي. زي ما انا محدده كده الظبط. يعني يكتب المثال ويفصله. الاف تعني كزا جوه المثال. الى انا يغافره. مين يعرف يعمل ده? هيا شباب. لأ انت ما فهمتنيش يا. انت ما فهمتنيش يا اسمايل. انا عصد ان انت تحطي مثال من عندك وانطبع عليه الفريم. ها الاسرع هو ايطونة كاسبان. شايماق قالت طيب فصليني لأ. ايه فيهم يعني الاف وايه فيهم يعني الار وايه فيهم يعني الاي وايه فيهم يعني الام وايه فيهم يعني الايه؟ طب انتوا بتفكروا ولا انتوا نهمتوا ولا انتوا بتعملوا ايه بالزبط؟ يا شايماء انت ما تفهمتنيش انا مش عايزك تديني مثال نطبع عليه السمارت او السمارتور انا عايزك تديني مثال نطبع عليه الفريم الاطار ان فيش مشكلة انا ملاحظ ان شايماء بس اللي بتتفاعل الباقي راح وفين اول ما نسأل ونطلب حاجة من حاجة لان ايه كل اختلف افضل معالج صحة نفسية خلال السنتين القادمات في الوطن العربي طيب فصل هو انا بس طالب من حضرتكم حاجة اللي يكتب يكتب الهدف متفصل في بعض في تيكست واحد يعني اقصد ينزل لي بيه تيكست واحد مش حاجة وبعدك يرجع يكتب بحيث ان انا بيبقى اسهر عليه في القراءة طيب انا عندي اقتراح انا عندي اقتراح وناخد رأيي الدعم الفني فيه ايه رأيكم ان خلالي بقى assignment ويبعات لي مسلا على الفيس او على الميل تمام كل موافق طيب خلينا نقول حاجة المس مريم حضريك معنا صح طيب استاذ انك اعمليه survey على الموافق انه هو يكون assignment ونملاحظ انه كل ما شاء الله معانا يعني كل موافق بس خلينا برضه عشان زي ما نقول عشان الشفافية يعني اعملي بس survey اه اه نعمل الموضوع ده assignment ولا يتعامل دلوقتي وانا عن نفسي شايف انه يتعمل assignment افضل عشان تاخده وقته قيام ويبعات لي بقى على الاكاونت الفيس على صفحة الفيس على الايميل زي ما تحبوا في واحد قيام طيب السؤال تحب تعمل المثال على الاطار لا حاجات كتير زي واجب كده بس هي مش واجب يعني واجب دي بتاعة الاطفال الصغارين لنا احنا احنا الناس كبار وانتم انتوا اشترميز عشان نسلميها واجب فاشوف انت عايزة تكتيبها ازاي assignment تأسن لغوين يعني تخصيص وفورت يعني مجهود ماشي تمشي home assignment دقائق بس يا جماعة احنا منتظرين لما نتيجة استطلع الرأي survey السيدة ماريون متعمل وتظهر ولولا انا عارف ان النتيجة محصومة من قبل survey ما يتعمل بس الله مستعمل ماشي يا اشرف انا مش هسيبك برده اكيد هكاليك تعمل هولي بقى assignment برده لا هي محاضرة واحدة احنا مصممين الكورس على فكرة هو يعني يكون اكبر من كده شوية بس انا عم تروع innovation بحيث انه هيكون محاضرة واحدة ثلاث ساعات ان شاء نعمل هولكو تكابسولة المرات يعني بحيث انه هو يبقى مالكوش حجة لان احنا لما اخدنا job hunting المرة فات اخدناها تقريبا واحد واشين ساعة اخدناها 24 ساعة تقريبا ثمان محاضرات كلما حاضرة ثلاث ساعات اعتقد فطبعا كان حصل انقطاعات في النص وكده نظرا طبعا ظروف انقطاع القهرباء وطبعا كان فيه اكتر من ظرف حصل فكان فيه انقطاعات كتير فالمراضي قلت ايه قلت اخدكم one shot او one session زين الاولي ايه السؤال يا عمار هيجي لك في استطلاع ع رأي دلوقتي هيزهر لك عالشاشة ومطلوب منك انك تجاه ويبقى يبلغ شكرا لك لأ حاجات كتير حاضر يا فاند يلا يا شباب ده السؤال قدامكم عالشاشة كل يختار السؤال عن شهادة job hunting يا فاطمة يبقى هتتسأل لاستاذة مريم مش ليها لان استاذة مريم هنا معنا ممثلة من قدارة الاكاديمية فانت هتسأل السؤال واستاذة مريم هنا هتجاوب علي شون ما اقصرش وقت بس يلا يا جماعة انتم العملية اسهل من كده على فكرة انت مفكروا في ايه بطء صورة الانترنت انت هيا مشكلة طيب انا عندي حل انا عندي حل اللي موافق انه يكون هم assignment يا جماعة يكتب رقم واحد واحد اتنين ترات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر ترتاشر اربعة عشر خمس عشر ستاشر سبعة عشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين وحداشر النتيجة هم assignment طيب خلاص شو خليكم خلاص خلاص مش محتاجين بقى ان احنا نكتب واحد كان فيه حد طلب مني ان انا عيد المثال كان فيه حد فوق طلب على الشات ان انا عيد المثال صح؟ كان فيه حد محتاج ان انا عده المثال ده طيب عمتنا هو انا هعده تاني لكل بقول my goal is to get soccer in my city this year هدفي ان انا احصل على رقب افضل هداف في مدينتي السنة دي تعالوا نحلل الهدف دول بالنعيب سكر يعني لعيب كرة مش لعيب بنج بونج مثلا او لعيب تنس او الى اخر نجرب القبول القياس لان انا عدت بست سكر فينفع ان انا يفاضل مديني وبين اللعيب الاخرين واشوفوا انه الافضل achievable لانه هيعتمد على reasons على شوية اسباب وعلى fitness على الصحة واليقل بادنية الى اخر reasons منها fitness انا اعطي حضرات اي تي سي اليك هزول عدد سعادة التدريب بتاع time bounded time bounded لان انا قلت السprec السنة دي incompatible unes انا قبت السؤال باياة توتا عند استاذ Wild هي كتبت اكتر مرة انا هتبقى كل السفسرات في اخر المحضر حاجة اليوم بفكر بيها كل المتدربين اللي بيدربوا معايا سواء live training او e training بقولهم ال smile is a curve that sets everything straight بقصوكم بقولكم قلوا اسكيل smile تانيكم عاطون مبتسمين a smile looks very good on you اي حد يقول لحضرتك او اي حد يقول لحضرتك الابتسمة وحش عليكم حط 7ق10 فعني لان انا بقولك الابتسمة على كل حد فيكم شباب وبنات زي الامر a smile looks very good on you your smile makes your smile can change the world بالفعل ابتسمتك قادرة على انها تغير لك حياتك just smile and the world smiles with you ابتسم وحط لقى الدنيا كلها بتبتسم فوقش اضحك للدنيا تضحك لك ما كذبش على فكرة الموضوع تضحك لك ان تضحك لكل 110 عامرز اسمتك Israel فضيحات جيدا فقكم عاطق طفيل بك ما ق воды . دا كده نور بترفق ال dicen وببین перед مرة progress او نور من تorum estrogen بنجاح بقى بالمثل البالي إن إحنا نتنين مع بعض. أنا بقول لحضرتك إيه وبقول لحضرتك إيه. coming together is the beginning إن إحنا جينا مع بعض دي الوداية. working together is the progress إن إحنا اشتغلنا مع بعض. ده نوع مآه وبعد تقدم. understanding together إن إحنا نتنين مع بعض بشكل أو بآخر. طبعاً تبصولك فواجهة أجل الصدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند حديث. understanding together إن إحنا نتنين مع بعض. نتنين مع بعض بالفيسبوك. نتنين مع بعض بالإيميل. نتنين مع بعض بالتليفون. بوسيطة التواصل اللي انتو تحبوها انا مش هختلف معاكم اذا ساكسس فان احنا انا معاعد بشكل او باخر ده من هوبط نصري انا ده انا بعتبره نجاح وما توفك الا بالله عز وجل كنت توفكت من الله واحده وما كان مخطأ ان امسان امسان فمني من الشويطان وده وارد يا جماعة انا مناش رسول وانا نبي فوارد ان انا اخطئ او انسى فجل ما اللي يسهب شبت وانا بائما بقول في التانينج زي لا زي una start of concept لا يوجد امر مسلم بيه يعني حضرتكم تاخدوا مني المعلومة ويمكنتون زي اللي التاجعوها مرة اثنان وثلاثة وادور ان العلم على طول في تحديسه Brewingeed Golf is Updated又 podeganger دعم تزاون مني يجيك وارجو ان انا واقدم ق凶 حد منكم با او بدن قصد منهم سامحني تمام. لقال طبعا المساعم حديد من شايم الكرام وانتم اهل كل شكرا لكم فعلا ان انتم سنفتولين انا اضفلكم قيمة. رباني اجعلوا في موزنكم انا برد على كل التليفونات الا لما بقوم في تدريب طبعا. ولما بقوم في تدريب ما بردش الاركام اللي كلمتني انا بتصل بها تاني اوتوماتيك. ده بالنسبة لها الفيسبوك اكاونت. هو اكاونت الفيسبوك. ورقم تلاتة اللي تحت يعني ده الموبايل وده يعني ديتها فعولي واكاونت الفيسبوك في نفس الوقت. ودي الوفيشال فان بيج صفحة المواجمين الرسمية بتاعتي على الفيسبوك. معلش يا ماريا ما تدف معي اكتب لهم تاني الاكاونت واكتب لهم تاني الصفحة على الفيسبوك. شكرا لك انت يا مهو شكرا لكم وكلكم ان انتم فعلا سمحتول يقول لكم القيمة لما. الحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوله لك. جزاكم الله خيرا جميعا. انا بالزبط انا كنت اكد على ان اللي قدام حضراتكم ديا يا جماعة. اشتركان الاحمد ابو شانب. والاكاونت فايسبوك دوت كوم سلاش awc دوت ابو شانب معاكم الفيسب بتاعي. الاكاونت ومعاكم الاوفيشال فان بيج التاعتي ومعاكم رقم مواري بتاعي. الحابب Matt يتواصل معي من خلال التلفون. الحابب يتواصل معي مثل فيسبوك. والحابب يتواصل معي من خلال الايميل. مرحب بكم طبعا في شكرا لكم مرة تانية انتم سنحطولي اوضح لكم قليلة اتمنى ان انا ما كنتش كنت ضيف تقير عليكم اي سفسرات الدعم الفني هجواب عليها اه المحاضرة هكون ان شاء الله مسجلة ومرفوع على اليوتيوب فهار بوقت ممكن شكرا لكم مرة تانية واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وحكرا وبركاته